طيب نبدأ كده ان شاء الله بالهومور ايه اللي واقف في الهومورك في داية في حاجة وقفة في دي وبعد ما الناس بس تدخل طب مستر انا في حاجة يعني وانا بحل في حاجة انا مش فاهمها اصلا في اللي انا مش فاهمة اللي هو دا يعني انا مش فاهمة مش فاهمة ايه علاقته بالويت اصلا وكده. طيب جميل. تعالي نعيد عليها بسرعة. يعني انت مش فاهمة القانون دا جمني اللي هو والرو جي اتش مصر صح? لا يعني انا مش فاهمة الكولم نفسه مش فاهمة يعني مش فاهمة العلاقة. تمام. طيب ماشي. تعالي نتخيل مع بعض اللي دا اللي احنا وقفين عليه. احنا وقفين كده. وفوقينا طبقات هوا. سواني بس اوعت بس انا اردي بدأت. وقفين طبقات هوا. تعالي نتخيل ان احنا مضغوطة علينا من فوق. من اللي دي مساء احنا وقفين في الدول الاول دلوقتي. دي اللي احنا فيها. فوقيها فوقينا وهكزا. خلاص? طب دلوقتي احنا في المنطقة بتاعة الدول الاول دي. مش الدول الاول هو اللي شايل كل الادور اللي فوقي. صح? تعالي ندخيل ان دي عمارة. مش كده ده اعلى. المنطقة اللي احنا فيها دي مش دلوقتي. مش هي اعلى. صح اللي غلطة? او. يعني احنا مضغوط علينا من فوق. احنا في علينا فرص قوية جدا. جاي من فوق. من الدور بقى الاخير. طيب طب طبعا دي اعلى اللي احنا فيها. طب ايه بقى البريجر يعني البريجر ده نحسبه ازاي زي ما اخدنا كده الحصة اللي قبل اللي فاتت. وانا البريجر هو الفورس اوور اريا. تمام? ده كونسبت البريجر عمارة. ده اي ضغط ادارة تحسبيه من الرول ده. طب فين الفورس هنا? الفورس هنا لو احنا تخيلنا. تعالي نتخيل. ان احنا واقفين على سيركل. النقطة اللي احنا فيها دي هنعتبرها نقطة في سيركل. والهايت بتاع السيركل ده اللي هي السلندر. هنعتبر ان في ستوانة احنا جواها. هنعتبر ان في سلندر احنا جواها. اوكي? واحنا جوا يعني احنا دلوقتي واقفين في القاعة بتاع الستوانة. الهايت بتاع الستوانة دي. انا هنا مش بتكلم بقى ايه الهايت. هنا بتكلم على الدبث العمق. الهايت بتاع الستوانة هو الدبث. يعني احنا كأننا ايه? غرقانين تحت الهوى. تحت طبقات الهوى. زي ما زي كده ما بتختصي في المية. وتعود تختصي وتنزلي في اعماق المية. في بقى فيه عمق اني زلتيله من السيرفس اوف ووتر. احنا نعتبر نفس الفكرة. احنا في اخر حتة في القاعة يعني. احنا طبقات الهوى. احنا في اخر طبقة خاصة. وفوقينا طبقات تانية التانية والتالتة والربعة. الستراتوسفير والميزوسفير وهكذا. فلو خدنا الويت بتاعة الستوانة دي. الويت هو الفورس اللي بتأثر علينا. الويت بتاعة السلندر دي. اللي هي الدابليو. لو خدنا الويت ده. واسمناها على الارية بتاعة السيركل اللي احنا قفين عليها تحت. هنحسب معي الحد هنا. تماما? يعني احنا رسمنا السيركل دي عشان نتخيل بس. اه. انما الكولم ده فتوق مش حاجة معلمية. لا لا مش مرقي خالص. احنا تخيلنا تخيلنا ان احنا ان احنا كل واحد فينا واقف جوة سلندر. واقفين عن لقاع الستوانة في البوتوم تحت خالص. الهايت بقى بتاع السلندر هو هو العمك اللي احنا فيه. يعني تعال نتخيلها بطريقة تانية. انت دلوقتي مسلا يعني قاعدة في الدور الاول. اللي عليكي بالنسبة للدور الاخير. اللي قاعد في الدور الاخير. من اللي عليكي على بريجر. يعني لو واحد قاعد هنا. في الدور الاخير الدور الرابع مصر. دي كده الاريا بتاعته اللي هو قاعد فيه. الستوانة بتاع تبص صغيرة ازاي بتاعها? العمك هنا صغير. فهو متعرض لقل منك. انت عندك اعلى انت في الدور الاول. لان اطول. انت معايا. فانا الستوانة بتاعتي اطول. تمام? الستوانة بتاعتي هنا اطول وانا في الدور الاول. فالبريجر اعلى. غير بقى اللي في الدور التاني والتالت والرابع وهكزا. احنا بقى عايزين نحسب البرجر ده. فكل اللي هنعمله. هنشيل الفرصة نحط دابليو. اللي هي الويت. والاريا نحطها زي ما هي. طب الويت ده بيساوي ايه? ويت اي حاجة? ام في جي. ام باي جي. على الاريا. اللي احنا تخيلناها سيركل. اللي احنا تخيلنا اللي احنا في بوتوم اوف سيركل او بوتوم اوف سيلندر. تمام? طيب. لو رجعنا الرو للدينستي في اول حصة اللي هي الرو بتساوي الماس اوفر فوليوم. ويعرفنا برضو ان الفوليوم اقوال اريا ملتبلاي هاي. يعني انا لو عايز احسب الفوليوم متاع السيلندر دي. فانت شوفي الاريا اللي هي السيركل اللي تحت اول اللي فوق. هو في اتنين سيركل. في الهايت بتاع السيلندر. نقدر نحسب الفوليوم. اللي هو حجم الهوى اللي احنا متعرضين له. وفوق الماس. طبعا انا عايزين يجيب الماس لوحدها. فانروح عاملين ندرب الرو في الاف الاتش. يعني هنا او من التريانجل بتاع الدينستي. فانا ان الرو ملتبلاي فوليوم يديك ماس. فانا انا عايز الماس الرو الاسف الرو اللي هي الدينستي في الاف 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 هيبقى ده معنى ان الماس Whoever هو عبارة عن اريف اتش. يبقى ايوة وبعدين يا مستر هنشيلي الماس من هنا سنروح حابطين ايه رو اي اتش فيبقى العبارة عن ايه دلوقتي على ايه الي stitch ال ايه هتتكانسل مع ال ايه. هيبقى ال بيساوي الرو جي اتش. كده ده انا في الاخر وصلت للرو اللي انا بتكلم فيه. يعني ال دلوقتي بيعتمد على ال ايه? انا عندي قانونين للبريش. لاما الفرصة على الاريا اللي هو القانون الاساسي. اللي هو منه اجيب منه مين? الرو جي اتش. يعني ده هو ده مش فارق. في الرو جي اتش ال بريشور دايركت مع ال دينستي والبريشور دايركت مع ال اتش. لكن الجرافتي مش هتتغير. خلا ما انا في الارض. فكل لما الهايت زاد كل لما البرشور زاد. عشان كده بقولك انا ولو قاعد تحت الهايت اللي عليا الدبث اللي عليا كبير. غير لما يكون قاعد فوق. فالديبث هنا قليل. فالبريشور دايركت مع الديبث. تمام لحد هنا? في مشكلة? اه تمام. او لا فهمت خلص. طيب الناس اللي فهمت بقى. تجاوبلي على ده وانتي منهم بقى. يعني دلوقتي فهمنا ان كل ما زاد الدبث كل ما يزيد البرشور. كل ما اختص في المية للأعماط كل ما البرشور اللي عليها يزيد. تمام كده? طيب انا دلوقتي لو قلت لك في عندك كونتينر. متقسم لكذا لكويد. او لكذا لير. الليكويد نفسه متقسم لكذا لير. وتعالى نقول ان هنا البوينت دي اكس. البوينت واي دي بوينت زي دي بوينت اتش دي بوينت بي. خلاص? وعايز اقارن ما بين. كومبير. بتوين. البريجر. الهايت هنا اللي هو الدبث العم. ما قصودش هنا بالهايت اللي هو اللي ارتفاع. لا العم. يعني مين عنده هنا اعلى عمك في يوم? مين عنده اعلى بريجر. قولي يا ناس. مين عنده اعلى بريجر كلها. في النقاط دي كلها. بي اللي تحت خالص صح. علشان من السيرفيس. لحد تحت. من السيرفيس لحد تحت ده اعلى دبث. ده كده الاتش بي. اعلى دبث. طب ولو جيت قولت. من الالتتوت لو جيت كارينت. البريجر بالالتتوت. هو ايه الفرق من الالتتوت والدبث. الالتتوت يعني انا طالع من تحت الفوق. ده الالتتوت ده الارتفاع. جاي من تحت الفوق. لكن الدبث من فوق لتحت. ده عمك. طب بص لو انا جاي من تحت الفوق. مين عنده اعلى بريجر. برافو. بس يعني مش هيتغير. اه. يعني يعني نقدر نقول ايه ان البي. is maximum pressure. at maximum height او depth. at maximum depth. وات ايه كمان? at zero altitude. ان انا تحت لسه ما طلعتش. عندي zero altitude اقل ارتفاع. عندي maximum pressure. يعني في الدول الاول لسه. تحت. طح? كم مشكلة دي? لا تمي. يعني كده فهمنا ايه? واحنا كنا المفروض فاهمين ايه ان وانفرس مع مين? مع مع الارتفاع. والعكس طبعا صريح لو جيت اتكلمت على point x. فهي at maximum altitude. وفي نفس الوقت. اد زيرو depth. عند ما فيش عمكة اصلا ده انا لسه عالسيرفس. لسه فوق. يبقى انا عندي point a ديت او pressure at a. هو المفروض minimum pressure. ده اقل pressure. اللي هو المفروض pressure الاتموسفير. لاني ده open container. ده المفروض بتاع الاتموسفير. بي ايه هو البي ايه بتاع الاتموسفير. اتموسفيري. اتمنى يكون الكمسيبت وصل. تمام? في اي سؤال في الكلام ده? وصل ليا ناس الموضوع? اوه تمام. تمام. في حد عنده اي سؤال بس ملا او حانين. مش عارف فارس بيحاول يتقل بس او. ماشي. للاخبار. فاهمين? بس ملا او حانين وصل لكم الكونسبت ده كويس ولا في مشكلة? تمام. تمام. هو ده مش اللي احنا كنا اوهزينه. اوه راجع. بنرجع عليه بس او. اوه تمام. طيب. بج سكستي وان في حاجة وفا في في الحمر؟ كنتو كلكو ابطال بقى. سكستي فور. انا فاكر ان احنا طبعا كنا نحلين اتين ونوينتين اخر مرة. طب سكستي فور اه نومبر تواني برضو يعني مفهمتاش او. من اول توينتي يعني. او. ماشي. ده جراف عادي. فا وفي انجل يبقى على طول بنشتغل بالسلوب. اللي هي تان ثيتا. يعني احنا هنعمل ايه؟ المفروض هنا بيقولي ما هو ريليشان متون. الة بريجر في. ات ميني فينسايد. مع الة اللي هو الاتش. انثري ريش فورز اتو افهم. اس فلد ويه ديفرن درك. دين زاليك ودو شامفتيت بايتموسفارك بريش. مين اللي مش متأثر بيلاتموسفارك بريش. يعني اللي مش عليها اتمسفير. فانا هبص دلوقتي يعني ايه مش عالي اتموسفير يعني البي اتموسفير بزير بالاخر يعني هو هنا معنى الجملة دور لي على البي اتموسفير طبعا انا لو بصيت على بوينت وان. بوينت وان ديت هنا في رقم او بوينت او بي او بي دول متعرضين الاتموسفير ليه? كده الاتموسفير ده كده لكن بص كده بوينت سي بدق منين الجراف بدق من بدق من zero. انه ده كده البي اتموسفير بزير. يعني اختار هي دي اللي عندها الاتموسفير بزير. مش عمل الجراف بدق من ت CNN. لكن لو بادق من رقم فالرقم ده هوا البي اي هو زي المسألة اللي فاتت كده. لما كان عندنا كونتينر esos اير. وكنت مثلا بتكلم على فكانت متعرضة الاتموسفير. فالجراف بتاع دي هيبقى الجراف بدأ من زيرو. بدأ من رقم. لان هي متعرضة الاتموسفير بدأ من رقم كده وبيزيد. ده كده هنسميه اللي هو بتاع لكن لو كان جوا. فما فيش هنا بي ايه? البي ايب كام بزيرو. فالجراف بتاع بدأ من الزيرو. يعني ما فيش بي اتموسفير. هو ده اللي بسأل عليه. انهي ايه ولا بي ولا سي? اللي متعرض لنو اتموسفير هيبقى سي. تمام? السؤال اللي بعديه برضو نفس السؤال. هو بيقول هنا طب اختارلي اللي عنده هايست. آآ دانستي. مين اللي الكود اللي عنده هايست دانستي. فاللي عنده هايست دانستي هو اللي عنده. اقل بريجر. آآ آآ اقل اعلى بريجر. نفس الوقت اعلى دبث. فانا هقارن بقى هنا. انا عندي هنا السيتا سي بسكستي. السيتا بي بثيرتي. على جنب كده ادي السيتا سي سكستي. السيتا بي اقوال ثيرتي السيتا بتتاس من الاكس اكسز لحد. فيه كمان السيتا ايه? السيتا بتتاس من الاكس اكسز دهو لحد ايه? يعني يعني سيتا ايه اقوال فيفتي. وبقارن بقى اعلى ثيتا يديني اعلى اللي هو اللي سلوب بقى دلوقتي الجراف بتوين بريجر ودبث. الرول بيساوي اللي بي اقوال رو جي اتش. يبقى اللي سلوب. الباق من الرول. اللي هو رو جي. صح? طب الجي كونستانت. يبقى اللي سلوب دايركت مع مين? مع الدانستي. مع الرو. يبقى اللي عنده اعلى سلوب عنده اعلى دانستي. هو ده السؤال. يقول لي مين فيهم عنده هايست دانستي. طب ما هالسلوب برضو في الماث بتساوي. بتساوي تاني السيتا. الاسلوب برضو في الماث بتساوي تاني السيتا. فاللي عنده اعلى سيتا هو اللي عنده اعلى سلوب. هو اللي عنده اعلى دانستي. خلاص مين عنده اعلى سيتا من الارقام? بالارقام كده سيتا سي. اكبر من سيتا. اي? واي اكبر من بي. يبقى اكيد سلوب سي. هو اكبر من سلوب اي? هو اكبر من سلوب بي. يبقى ده اكيد معنا ان الدنستي سي اكبر من الدنستي اكبر من الدنستي بي. قولي بقى. احنا عرفنا اتنين ان اعلى سلوب هو اعلى دنستي يعني اصل هنا مالوش علاقوا بالدنستي. ازاي? طب احنا بتجيبي الاسلوب ازاي? مش بنقسم الواي على اكس? او الباقي من الرول? اه. طب الواي اكسز فيه بريجر. والاكس اكسز فيه. مش الرول روجي اتش? صح? اه لا خلاص اه ميش ميش. بس الباقي روجي هو ده الاسلوب. والاسلوب بيسوي تان سيتا في الماس طالما في عندي انجلز في السؤال. يبقى ارجع للقانون بتاع الاسلوب اللي هو بيساوي تان سيتا. بس لت? او تمام. تمام? حلو. فكده طبعا الاجابة سي مرتين. سيف في الريكورد الاولاني والتاني. بعد كده طلب بقى منك الاتموسفير بريجر. فطبعا هنروح الجراف نقرأ الرقم ده كامل? اللي هو اللي عندي او بس بغي تين باور فايف. فاللي بالك الاي او الواي اكسز مضروف في تين باور فايف. يعني كل الارقام اللي عليه تدريب في تين باور فايف. اوكي? سهل? نروح لنبر تونتي وان كنت عايزة تعرفي الرول ايه? تمام? طيب هو هنا بيقولك ماريانا ترينش ده يعني اعمق اللي هو خندق ماريانا. لو تسمعوا عني. خندق ماريانا دي اعمق نقطة على سطح البحر. من سطح البحر. لحد تحت. which is located in the western pacific ocean at depth eleven kilometer. ده الاتش. طبعا هنحاوله. if the average dynasty of the ocean's water الف وعشرين ده كده. دلوقتي احنا بنتكلم في محيط. المحيط ده مش متعرض للهوى كده كده ولا هو اكيد متعرض للهوى. تمام? فاكيد اول مؤثر عليه البيئة اتموسفير. وانت بقى هنا خندق ماريانا مسلا تحت هنا. فانا عايز اجيب لحد تحت. يبقى هنا بيساوي ايه? بيساوي البيئة اتموسفير اللي مؤثر من فوق. البريجر بتاع المية. بتاع الووتر. اللي هو رو جي اتش. هو ده الرول. تمام? هتقوليه طب ما هو بيئة اتموسفير يا مستر مش معانا. لا احنا قلنا نحفظه. اللي هو لسه حزبينه في السؤال اللي فات. اللي هو بتين بار فايف ده يعني هي السؤال ده. وان باي تين بار فايف. هو ده الرقم اللي انت تحفظه. البيئة اتموسفير دايما بتين بار فايف. فلو مش معانا حتى نبقى عارفينه. يبقى هنا هيساوي تين بار فايف بلاس الرو بتاعة المية الف وعشرين. اللي هي المدهاني في العمق اللي هو عشان نحول من طبعا منحسب الكلام ده هيطلع لي نبار دي اللي هي سألة? اه انا كان عندي المشكلة بس اللي هو بتاع الاتموسفير. اه. عشان هو ما يدهو الكيش وما جاب لكيس سيرة عنه. لكن من الكلام عرفنا انه ده محيط فاكيد مش مقفول. اكيد متعرض لهو. تمام? تمام. ماشي ايه تاني في الصفحة دي? بيت البيتج تمام? طيب سكستي اه سكس. تهلا? الناس عملت الهمور كله ايه. ايوة. تمام. ايوة كده. طالما انت ما بتسأل شاب ده اشوك كده. في حاجة غلط. طيب 27 بيقولك. طيب 27 بيقولك. يعني هو بيدور من الاخر ان المفروض انهي واحدة فيه من البي اكس ضبل البي وال بس يقولك البي اكس يبقى ضبل البي اكس ماشي المفروض انك هتحسبي الكلام ده على واحدة واحدة تقعد تقربي لحد ما توصلي للراشيو دي ان البي اكس ضبل البي وال اه مصبوط صح ليه اش معنى دي لان احنا هنجرب تعال نمسك كده بوينت اكس يشوف اللي عليها بوينت اكس بي اكس اكوال اللي عليها من فوق عليها اول حاجة اللي ده اللي هو رو تو جي والاتش بتاعتوه اللي هو اتش يبقى رو جي اتش بلاس فيه كمان يبقى رو وان جي والاتش بتاع بس هو مديكي بقى بتوين رو وان ورو اي اللي في المسألة ان رو تو دبل رو وان يعني انا من حق اشير رو تو وحط ايه دبل رو وان يبقى البي اكس هيساوي رو وان جي اتش بلاس خليها جنبها كده بلاس رو وان او اتنين رو وان جي اتش يبقى دول كم دول اربعة اتنين رو وان جي اتش بلاس اتنين رو وان جو اتش يبقى البي اكس فور رو وان جي اتش دي كده بي اكس طب لو عايزين نتأكد بقى ونحسب بي واي بي واي النقطة دي بتأثر عليها بالليكويد وان ده بس وطبعا فيها بي اتماسفير طبعا البي اتماسفير موجود في الناحيتين بس احنا كنسلناها يعني تخيلوا معنا ان احنا عندنا بي اتماسفير هنا يعني دي كده بي اكس هتساوي اربعة رو وان جي اتش زائد بي اتماسفير مش هتفرق معنا في حاجة البي اتماسفير لان هي موجودة برضو في البي واي البي واي هتساوي برضو الرو واحد جي اتنين اتش زائد بي اتماسفير يبقى البي واي هيبقى اتنين رو وان جي اتش طبعا دي دابل ودي فور يبقى ايه بس ملا يبقى فعلا بي اكس لو اسمته على بي واي هيطلع لي تو تو وان يعني فور رو وان جي اتش على تو رو وان جي اتش طبعا دول هيتيروا فور على تو دي كام تو يبقى ريشه فعلا تو هو احنا بليف تاني بيش نعملنا يعني مش المفروض اللي مؤثر على اكس يبقى ثري اتش لا شري اتش ديت لو لو واحد لو هو نفس لكن هما مختلفين فكل بالاتش بتاع مشي طبعا كده ايه طبعا عملت كده اهو وليكود وان اتش ما بصي رجعي تاني معي طب احنا ليه عملنا دابل الجرافتي الجرافتي وامديني في الجيفن رو تو دابل رو وان ايه فانشلت رو تو اهي وحطت دابل رو وان ماشي طبعا كده جيت عمل لها دابل برضو يا بنتي كلهم مضروبين في بعض كده كده مش حوار الجرافتي انت ليه مركزها في الجرافتي ليه ما قلتش ان الرو تو ساو استيتيوتت باي تو رو وان عشان احنا كده عملنا تو تايمز الرو والجي والاتش احنا كده عملنا دابل للجي برضو دابل ليهم كلهم مش للجي بس الجي والرو والاتش اللي التلاتة هي التو دي ده رقم مضروب برا فيهم كلهم المشكلة طبعا احنا ليه عملنا دابل للجي والله انا مش تفهم يعني هو ما قالش ان الجي تعمل لها دابل متش فاضي بايليك برضو مش القانون تلات حاجات مضروبين في بعض او او صححنا لما نعمل تو تايمز حاجة يبقى كله هيتعمل لقماش بس او ده طبيعي او ومش بلس طبعا ماشي خلاص بس لت ماشي الحمد لله تمام يبقى فهمنا ليه دي خلاص وكل لكود لما يكون عندي كل لكود ديه الهايت بتاعه ما نجمعش الهايت مع الهايت غلط نجمع الهايت امتى لو هو نفس الليكود اللي في الفيزن فهمتها بسماء او تمام فهمتها اوكي السؤال اللي بعض او البيج اللي بعضها البيج سكستي سبن اللي واقف فيها انتو بتبصوا على البيدي اف اللي ببعتقول لكم اللي بكتوب عليه ده شفوه ولا تكبرو ربقى حلل بعض ريكسي او نحديش بيشوف ماشي طب لا هدك مش بتقول لنا عليه ان نشوفه قبل ما نشوف الهمك انا ببعته من بدري بعته من بدري من اسبوع من ساعة الحصة بعت البيدي اف بتاع وبعت السمري بعت وبعت السمري ده بشوفه في اخر السنة خالصين لا اخر سنة ايه بقوم جاية يعني بشوف السمري عشان هو بيقى اجاب كل حاجة لا من دلوقت اتذكر يعني بسمعه انت بتهزري كده لا طبعا لازم نشوف كل اللي انا ببعته اول باول هو في حد بعت حاجة كده مش هفهم انت بتجاوب يعني ولا ايه مش فهم انت عايز تتأكد من اجابتك يا فارس هو بتجاوب يعني عايز تتأكد يعني ولا ايه انت ما عملتش تشيك طيب ماشي تمام دي خلصناها توينتي ايت توينتي ايت سي صح توينتي ناين هتبقى ايه مش هتبقى سي لا تعال ان بص على توينتي ناين توينتي ناين هتبقى ايه المفروض بيقول لك اتموسفيريك بريجر ات سي ليفل اكوال هندرد كيلو بسكال ده كده البيئة اتموسفير بس بالكيلو يعني بايتين باور بوست في سريع شانت حاولها البسكال بس من غير كيلو فعايز يحسب التوتال بريجر اللي هو لحد عند انهي ديبس يعني عايز عنداني ديبس طبعا مقصود هنا بتوتال بريجر ايه ان انت تاخد معاك البيئة اتموسفير بلاس بتاع المايد اللي هو رو جي اتش وتعود ده طبعا دي برضو كيلو هتبقى هندرد تن باور بس 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 ري بايتموسفير اللي هو هندرد بايتين باور فري بلاس الرو اللي هي الف وعشرين في الجي اللي هي في الانون الوحيد هتحط الانون دي كلها عالكالكوليتور كده وتخلي فهتطلع معاك وان ميتر يمكن الغلطة اللي عندك ان انت ما حولتش ما عملتش بايتين باور فري عشان دي كيلو واس كده مش مش اشتغل بها مرة واحدة لأ لازم تحولها بايتين باور بوستفر ماشي يا فارس طيب انت بتسأل في حاجة تانية بتقول لي ماشي صح مصبوط طيب ايه تانية عايز تأكد فيه سيرتي وان سيرتي وان ايه وسيرتي اه وان تو اي سي وبي مصبوط اجابتك صح انت ليه ما معنى دول بس بس انت تأكد من انت تأكدت من الباقي يعني طيب في حد هستأل في حاجة تانية في البيتش دي بيج سكستي سوين طيب سكستي ايت بيج سكستي ايت. يا جماعة اللي حتى هبد يقول لي يعني. من حقكم تفهموا لان الهمرت ده مهم. سكستي ايت تمام. طب ناين سكستي سيفنتي. ايو سرتي ناين. مستنيه. كم? ترتي ثري. ما انا كنت عملا ده عملا اقول طيارة الدوحة طيارة الدوحة. ايو انا كنت بل حقتش اشوف. مايش. سرتي ثري. طيب. سرتي سري محتاجة. ايه. بيقولك اه هنا احنا عندنا هاوس تحت قولصة اهو. اتزا بوتم اف هيل. والهيل ديت. الطريق من فوق لا من الخزانة اللي فوق ده اللي هو التانك اللي فوق لحد تحت سيفنتي فايف ميتر. ده اللينس بتاع الطريق ده يعني. وهو ميل. اف لينس هندرد اندفايف ميتر. ده بقى البيب كلها سبنتي فايف بلاس سيرتي يعني. يعني دي مصورة مية. المصورة دي ميلة سبنتي فايف. وعدلة سيرتي. لحد البيت. فهو لما جمع الاتنين فبقت ايه سبنتي فايف بلاس سيرتي. يعني هندرد فايف. المصورة دي ميلة بانجل سكستي. على الهوريزنتي. التانك نفسه ارتفاعه ستة متر. فعايزين نحسب تخيل لي كده معنا ان احنا عندنا نقطة في البوتوم كده اسمها اكس. عايزين نحسب عن تمام? طيب فهي الفكرة هنا? ان احنا ملناش دعوة باي اطوال ميلة. احنا لدينا دعوة بكل او كل العدلة يعني ما ينفعش ناخد دي ميلة اللي احنا عايزين نعدلها. عايزينها تبقى عدلة. فعايزين ناخد الطول اللي انا رسمته ده. العدل ده. طب واحنا ناخده ازاي دوت? لو احنا عندنا اي حاجة ميلة كده بانجل. مش هي اللي ميلة بانجل سكستي. عايزين نعدلها على الواي اكسز. بحس تبقى هنا. هنا او هنا. مش فرق. الصايد ده. احنا عايزين نعدله على الواي اكسز ده. الصايد دوت. او نضربه في الصين والكوزين يعني دي. لما تميل على الواي. نضرب في صاين السكستي ولا الكوزين? لو احنا كده بنقرب ولا بنبعد من الانجل? لو احنا عايزين نيجي هنا. رد علي انا انا دلوقتي الصايد ده عايزي يروح هناك. يبقى واقف كده فيرتكال. يبقى انا كده مش هبعد عن انجل سكستي. صح? احنا كده هنبعد عن انجل سكستي او. يبقى نضرب في الصاين ولا كوزين? يعني. الصايد في الصاين. يبقى سيفينتي فايف ملتبلاي ساين سكستي. اللي هو مين اللي هو الارتفاع ده? سيفينتي فايف في ساين سكستي. لو الارتفاع ده. فيهم تيني? معايا? طيب. يبقى البوينت اكس ديت هتبقى عبارة عن بتاعها. هيبقى لو في اه لو في بي اتموسفير كنا هناخده معانا. هيبقى عندي المية بقى. المية دي جاية من التانك. هيبقى رول مية. في الجي اللي هي تين. في الاتش. الاتش كان بقى الستة متر بلاس السيفينتي فايف في ساين السكستي اللي احنا عملنا. اللي هو الهايت ده كله. من فوق لحد تحت. ده كله. الستة متر زائد سبنتي فايف ساين سكستي. فهنجمع كل التلام ده فهتطلع لك سين. يعني باخد الارتفاع من اول التانكي من فوق لان المية موجودة في التانك. الغلطة بقى ان انا ناخد السرتي معايا. غلط. السرتي دي هوريزونتا مش ده مش هاية ده مش دبس. يعني هنا واحد يعني انا لو جيت قلت. الناس اللي اللي بتفهم كده. لو جيت سألتك كده. ودلوقتي احنا لو عندنا نقطتين هنا. نقطة هنا عندي اكس ونقطة هنا عند واي. هل دول مختلفين في البريجر ولا سين بريجر? بوينت اكس بوينت واي. ايكوال بريجر ولا ديفرنت بريجر? اي حد يرد? ايكوال? ايكوال براو. ليه ايكوال? علشان على سيم ليفل وليهم نفس الليكويد. والبريجر زي ما قلنا بيساوي رو جي اتش. فهم سيم ليفل يعني الاتش كونستانت الاتش سابت. وسيم ليكويد يبقى سابتة. اللي هي الرو. والجي كده كده هتفضل سابتة لان انا ما بتتغيرش. يبقى هيتغير مع مينة. ما كل دول سابتين. يبقى فالغلط اللي انا اخد سيرتي. هينفعش اخد سيرتي خالف. ملهاش لازمة. ما اتغيرش. من هنا لهنا. لكن يتغير من فوق لحد تحت. ده بقى الهايت بتاعي كله. اللي هو الستة متر بلاس. السيفنتي فايف ساين السكستي. بس. اوكي? فهمت يا ناس تمام? المشكلة? او لا تمام. مميش. نروح لسيرتي ناين. في حد عايز السؤال قبل سيرتي ناين? مميش. طبعا سيرتي ناين من الاسئلة المهمة. بس كده. مسترا ممكن ناين بس سيرتي سيفن? ممكن. ما انا سألت او ماشي. سيرتي سيفن الاو. بيقولك اختار الجراف. اللي حصل في ايه? ان احنا دلوقتي بنفتح اللي حنافة دي بنزل مية عشان نملة تاني. تمام? تنويتش. 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 طب بالعالي كده. دلوقتي شوية مية اكيد اول ما المية تنزل هتنزل في الارية الصغيرة دي. وبعدين تبدأ تملى الارية الكبيرة. يعني في الاول الارية بتبقى صغيرة. وبعدين الارية بتكبر. طب احنا عارفين معلومة من الحصة اللي فاتت. ان ايه علاقة البرجر بالارية? دايريكت ولا انفرس? وليلي بقى? هنا الارية صغيرة هنا الارية كبيرة. لو انا بتكلم على الارية الصغيرة دي. البرجر دايريكت والانفرس? لا انفرس. انفرس. مع الارية. دايريكت مع دايريكت. يعني ما. دايريكت مع الدينستي والاتش والهايت. تمام? فتحت في الارية الصغيرة البرجر هيكون عالي جدا. يجي في الارية الكبيرة لما المية تتملي في الارية الكبيرة البرجر هيكون قليل اقل من تحت. صح? طيب. يبقى ده معنى ايه? ان في البداية البرجر كان كبير جدا ما بياخدش وقته يعني الحتة الصغيرة دي هتتملي بسرعة جدا. علشان البرجر عالي. الارية صغيرة. فالفلوستي كمان بص رجعي كده للترم الاول كنا بنقول برضو الفلوستي عكس الارية. الفلوستي هتزيد. سرعة المية هنا تبقى سريعة جدا وهيبقى في لقى ان الضغط عالي. الضغط هنا عالي. في الحتة دي هتتملي بسرعة. يعني الطايم اللي هياخده هيكون طايم قليل. في البداية. فبص الجرافة يبقى عمل ازاي? عنده بقى اللي طايم هنا. طب هتقولي لي ايه يا مستر تم مهي بوينت مهي ايه برضو زي بي صح? الحتة دي زي الحتة دي. بس اكيد ولا سي ولا دي لان بوسي سي هنا الطايم اطول شوية. ودي برضو الطايم كبير. يبقى احنا في البداية احنا كده محترين ما بين او بي. خلاص? طب تعالي بقى نتكلم في الارية الكبيرة. الارية الكبيرة هيقل. والارية كل ما تكبر الفلوستي بتقل. فده معنى ان انا هاخد طايم اطول. فتلاقي بقى ايه? الستريتلاين باعت كده شوية. يعني ده زاد. فجراف بي صح. لكن جراف ايه? معنى ايه? ان البرشور هنا ثبت في الحتة دي. بقى كونستنت. وبعدين زاد. لا هو ما ثبتش. هو البرشور كان بيزيد وبعدين بيقل. لكن ما وصلش للكونستنت خالص. فده ما ينفع. فهتبقى طبعا بي. الجراف بتبين لك الفيزيكال مينيك ده اكتر. مسالة? فهمناها? او طمام شكرا. تمام. طبعا بي نروح لي سيرتي سري. تيرتي ناين. تيرتي ناين. تيرتي ناين. ك بتهضوه ربنا بي. شكرا لك míستوارد الم تمام. اخوص جيد تيرتي. طيب خليكم بقى مركزين معاه في السؤال ده. عشان ده محتاجين نترجم كل جملة. هنا بيقول لك فيه تلات دوار. زي ما شايفين كده. كل دور تلاتة متر. يعني ده الدور الاول ده الدور التالت تلاتة متر. ده الدور التاني. تلاتة. ده الدور الاول. لحد تحت تلاتة. تمام? طيب. بيقول لك زيريز آآ آآ وتر تانك آآ فزا هاوس. في تانك هو فوق البيت. زي اي بيت يعني. في هنا حنفية. بس تركزوا في البتاع دي. بس كي يركزوا معايا في هنا حنفية طبعا في كل دول. فبيقول لك بقى ايه? ان ديت يعني ايه كلام ده? اني بس بتاع الحنفة لحد تحت اللي هو الحوض يعني واحد متر. وهنا برضو واحد متر. في كل دور لحد من من اول اللي حنفة لحد تحت واحد متر. فالديمنشنز هي المهمة هنا في السؤال. ماشي. بيقول بقى طب ايه زا ووتر تاب ده كده مين? الووتر عند مين? عند الحنفة. بس في في الدور التالي بالرقم ده. دي ممكن نسميها البيتنين. البي بتاع الساكند فلور. طب انت عايز بقى مديك ومدينة عايز مني. يعني هو عايز منك الهايت بتاع الووتر فين? في الووتر تانك في الفوق. عايز الاتش تانك. اتش ووتر فوق. عند التانك فوق. طيب عظيم جد. حين الوقتي. نستغل بتاعي. هو بيقول لي بتاع الدور التاني عند يعني عند الحتة دي. من فوق لحد تحت. من تانك الحد هنا لحد الووتر تاب دي كده تعالى نسميها اتش واحد بس. هي ايه دي اصلا يا مستر ديت? الدبس. الدبس لحد الووتر تاب في الدور التاني. ده كده الدور التاني ده الدور التالت ده الدور الاول. احنا في الدور التاني دلوقتي هو مديني بتاعي. لحد الحنفة مش لحد مش لحد اللور سيرفوس. لأ لحد الووتر تاب بس. يعني ده معناه ان بيتو هتبقى ايه? الرو ووتر جي. اللي احنا عملناها دي. اتش وان دي اللي هي من الووتر تانك لحد الدور التاني عند الووتر تاب. عند الحنفة بالزبط. طب ده كام نعوض سكس سري. بوينت سيفن. باي تيم باور فري. اللي هي بتيم باور فري. والجي بناين بوينت ايت. في الاتش وان. نقدر نجيب كده اتش وان. طب لما نحسب اتش وان هيطلع معنا سكس بوينت فايف. ميتر. ده الاتش واحد اللي احنا جبناها دي. هو ليه مستر انت جبت الاتش دا ياته. علشان الاتش دي كلها لو نقصنا منها الباقي ده. اللي هو الحد هنا. الجزء ده. هنقدر نجي نجيب الاتش ووتر. مش هو عايز الاتش ووتر. اللي هي بتاعت التانك. طب والباقي ده قد ايه? لما الاتش واحد تكون ستة ونصف. سكس بوينت فايف. من التانك لحد تحت. بصوا الحد دي تلاتة. طب ودي كام. لأ دي اقل من تلاتة دي. دي كام يعني ما هو الحد اللي تحت دي واحد متر. ثري ماينس وان يبقى تو. يعني ده الجزء الباقي هيبقى فايف. فايف ميتر. يبقى احنا سكس بوينت فايف ماينس فايف هنقدر نجيب مين? الاتش ووتر. يبقى الاتش ووتر سكس بوينت فايف ماينس الفايف. يعني وان بوينت فايف ميتر. تفهمتوها? عشان مسألة دي مهمة. افهمتوا ايه اللي حصل? حد ما فهمش? نا تمام. تقول لكم تمام? طيب كويس. طيب زي ووتر بريجر بقى بعد كده. عايز بقى منك الووتر بريجر عند الووتر تاب بس في في الدور الاول. يعني عايزنا ناخد الاتش كلها بقى من التانك الاتش الخاضرة دي. لحد الووتر تاب في الدور الاول. لحد هنا. ده كده هنسميه اتش وان بار مسأل. اللي هو بتاع الدور الاول. هناخد لحد تحت بقى. هي بقى معادل واحد متر الجحل. عشان ناخد لحد تحت. طيب في احنا معانا الاتش ووتر لسه جابينها. هنروح مزودين عليها الجزء ده. اللي هو لحد الووتر تاب. يبقى الجزء ده اللي هو كام? ما هي دي تلاتة. ودي تلاتة. يبقى ستة. ودي كام? دي تلاتة ناقص واحد اللي هي الووتر تاب اللي تحت دي. يبقى هنا تنين. يبقى ثلاثة ده ستة ستة واتنين تمانية. يبقى دير كلها تمانية. ده كدا الاتش. التشووتر بلاس التمانية اجيب بتاع الووتر لحد ما في الفرة райطور هيبقى الرو اللي هي وهي واله اللي احنا لسا يقومتها اللي هي الاشووتر بلاس الايت والحنا لسا جايبين الاشووتر اللي هي وان بوينت فايف يبقى الاحها ناين بوينت ايت. وان بوينت فايف بلس ايت. نقدر نحسب كل الكلام ده. هتطلع سي. هتطلع سي. سهلة. محتاجة انك تعمل اللي انا بعمله ده في الرسمة. انك تتخيل كل من اللي فهم. هي سهلة على فكرة بس هو علشان جايب لك بقى بيت فانت تخضيت. اهم حاجة. ايه? ايه? ايه منعات. انت اهم حاجة عشان متتخضيش فاهم مسألة. هو دايما بيحدد لك عند نقطة معينة. فانت تروح عند النقطة دي وتعمل بوينت مسلا وتعمل اكس او اي حاجة. وتشوف اللي فوق النقطة ايه? ايه اللي فوقيها? ايه الهايت اللي ممكن? او طبعا هنا الميزة في المسألة. السهولة في المسألة هنا ان هو سيم ليكويد. انا ما غيرتش الليكويد. هو نفس الليكويد اللي هو المية. فالمية نازلة على التلات دواب. فالرو ما تغيرتش. هنا اللي اتغير هو الاتش بس. الهايت. على حسب بقى كل دوق. بس فانا اهم حاجة عندي احط نقطة واشوف اللي فوق النقطة دي منين لفين بس. طيب. في حاجة تانية واقفة في بيجة سيفنتيون. بيجة سيفنتيون. طب سيفنتي تو. بتحلو الاساي ولا برضو بتكبارو المخمو. طب فهم تفورتي سري. طب في حد ما فهمش ولا ما وصلتوش اساساً لفورتي سري. انا محل تايش. ايو انا بحب الصراحة ايو. صراحة يعني انا ما جلت عند الصفحة بتاعة القيسية وكسلت كلها. تمام. طيب في حد حلها? انا برضو محل تايش. الله. مام مام. مين حلها يا جماعة? ايه? محلت هزبر. طب نحل لها بي. ماشي. يا جماعة مفيش تهون في البومة. انا انا لو سبتها دي ما مشي تتحل. طيب كنا بيقول لك. ده كده بتاع الاويل. ده كده بتاع الاويل. ده امتا عمد انه ده بتاع الاويل. ده من تحت الفوق كده هو ده. يعني انا النقطة بتاعت ولو انا اه يعني احنا ايه هنقلل بقى ده شوية. هنا في كزا بوينت بقى. في نقطتين. هو نفس الاويل بس انا عندي نقطتين. من تحت الحد هنا دي كده ده بتاع الاولاني. وبرضو بيقولي طب لو است من تحت الحد سيفن بوينت فايف. هيكون الرقم ده. ده كده السيفن بوينت فايف. من تحت الحد فوق. حد النقطة اكس مسلا. ودي النقطة واي. فتعالا نسمي البي وان ده اللي هو البي واي. والبي اكس. مد هنا بفور بوينت فايف. ضروري جدا ترسم عشان تتخيل يعني. اقول لك بجيب تن. فعايز منك طب هو الاويل فين? ده السؤال بتاعي. هو الاويل فين يا جماعة? الاويل هل هو المنطقة اللي بالاخدر دي? ولا هل هو المنطقة اللي? اللي بالاحمر ديت اللي انا مظلله. فين الاويل? فين الاويل يا فارس? ان هي ريجود? الخضرة ولا الحمرة؟ ولا الاويل هو كل المنطقة من اكس الحد تحت؟ فارس انت عارف ولا? كله? فارس بيقول يا جماعة كله من اول فوق لحد تحت تبقى الاويل. طب تأكد لنا بس ما لا بقى الكلام ده. فارس صح يعني ولا غلط? يعني هنا الاويل هيكون من فوق لتحت ولا المنطقة الخضرة ولا المنطقة الحمرة بس. او الاويل اه. انا الاويل هيبقى فوق. الاويل هيبقى المنطقة الخضرة يعني? هو ده اويل ولا اويل بس? ولا ده ايه? هو ما الاويل بس. يعني هو بيقول لي هو بس يعني هو بالنسبة لنا في المسألة الهيل ده هو الارتفاع. احنا قلنا الارتفاع بطلعه من تحت الفوق. فانا طلعت من تحت الفوق خمسة متر. فاداني اللي هو قال لي عليه ده. وقال لي برضو لو طلعت من تحت الفوق سبعة متر سبعة ونص متر. ده التاني. هيدينا بفور بوينت فاي. فانا السؤالي هنا او عايز منك الدي نستي بتاع في الاويل. فانا السؤالي هنا الاويل فين? مكانه فين? الاويل مكانه فين? او الاويل لا اه يبقى كل الاويل عايزة. سواء هو ما حددتش معاش احيان تانية. او هو ما حددتش اوه. عشان ما حددتش يبقى كلها يعني. ايه بس هو هو هيختلف من المكان التاني بس. اه. يعني النقطة عند نقطة معي. عند نقطة مثلا اكس هتبقى كزا. نقطة واي هتبقى كزا. بس. تمام. طيب اه طب بالنسبة اللي حنين. رأيك ايه التلام ده. كلها اويل بره. كلها اويل. يا ناس. ما كلها اويل هو اصلا ما قالش يعني ما قالش اي ماتيريال تانية غير الاويل. تمام تمام. لا يا جماعة للاسف احنا خلط. هي مش كلها اويل. هي الحتة الخضر دي بس هي الاويل. اللي هي اللي ما بين التو هايتس. ما بينهم. هو اوه ما قالش. هو ما قالش ان فيه ماتيريال تانية. اي عمي اعتبر الحاجة التانية دي مية اي حاجة مش فرقة معاية. ليه? مش معنى. لانه هو بيسألني على اولا بتاعت الاويل. وبيقول لي انت لو طلعت من تحت الفوق. هو كلي بالكم الفرق بين التوتود. وديبس. وعمق. هو ما قالش انا هنزل من فوق اللي تحت. ما قالش ديبس. لأ ده قاللي التوتود. انا بقيس ايه? بقيس الكنتينر نفسه. انا مش بقيس الليكوينت. لأ ده بيقول لك انت لو من عند البوتن بتاعت الكنتينر. ولو طلعت الفوق. هيبقى لها نقطة وي بكزا. لو طلعت من تحت الفوق. تابعة نص متر هيبقى لنقطة اكس بكزا. فالاي المتحدد في المنطقة دي. هو حدد لي كده الليمت بتاع الاويل من هنا لهنا بس. دي كده ده الزيت بتاعك. والزيت بيبقى خفيف فعشان كده بيبقى فوق. الدينستي بتاعت الاويل اقل من دينستي اي الووتر ماسفل. فالووتر هتبقى تحت. هو مهم يعني ليه الهدف من السؤال. عشان انا هاجيب الفرق بين التو هايت دول. لان انا عايز هايت الاويل. فهو ده هايت الاويل. هو ده هايت الاويل. طالما انا حددت المنطقة دي اويل. خلاص ده الهايت بتاع الاويل بقى. علشان اجيب ايه? الدينستي. طب والبريشر بتاع الاويل كده. هيكون الدلتا بي الفرق بين التو بريشر. البي اكس. اه البي واي ماينس البي اكس. اللي تحت ناقص اللي يفعل عشان طبعا اللي تحت اكبر. يعني من الاخر. هنقول ان الدلتا بي اويل اكوار رو جي دلتا اتش. الدلتا يعني ماينس. فهنعمل بي واي. ماينس البي اكس. اكوار رو جي. الاتش الكبيرة. سيفين بوينت فايف ماينس الاتش الصغيرة فايف. علشان اجيب الحتة دي. اللي هو الهايت بتاع الاويل. فهتبقى البي واي سكس بوينت سيفين فايف باي تن باور فور. ماينس البي اكس فور بوينت فايف باي تن باور فور. اكوار الرول اللي احنا عايزينها. في جيب تن. في سيفين بوينت فايف ماينس فايف. هيبقى الانون الوحيد هو الرؤو. فيه منها? فيه منها ليه? الحتة دي بس اويل. ديني ستي تو تو وان. برافو. برافو يا فارس صحي كده في علامة الاويل بتوين الاكس والواي بالزبط. برافو عليك. ده بس المشكلة ان المايك عندك مش شغيرة. فتطلع مصبوطة. كمتوها يا جماعة نطلقين? انا اللي خلانا نفهمها? علشان رسمناها. رسمنا الكلام اللي بتقالي. مهم جدا في الترم ده بالذات. المسالة بتبقى سهلة خلي بالك. بس محتاجة منك تخيل. تخيل كل كلمة بتقالي. فالتخيل ده مش هيبقى مع نفسي كده. لا لازم ارسم. لازم ارسم. انت بتقولي كونتينر فاروح تراسم كونتينر. بتقول لنا هيس من تحت الفوق فاروح تراسم ساهم كده او من البوتوم لحد فوق. بكزا. ومن البوتوم لحد فوق تاني بكزا. بعيش في المسألة. بس. كده خلصنا اللي انا هقوله النهاردة مش جديد اول. اللي انا هقوله النهاردة مش جديد اول. ده بصة حتى الدرس اسمه ايه? يعني هو على الحصة اللي فيها. بالضبط. ايه اللي اتقالي يعني او ايه اللي اعتبر اتقالي? انك اني براجع معي. في احنا نستخدم اللي احنا قلناه. ونطبق عليه مسائلة. حسة النهاردة هي مسائلة. مش شرح يعني. الشرح هنا في قلبي المسألة نفسها. فتعالك اول مسألة عندنا. اول احنا عندنا اربعة على اللي احنا قلناه ده. من ماشي. اربعة زي مين? هنستخدم اللي هي الشكل ده. هنستخدم حاجة اسمها والميركري بارومتر والمانوميتر. النهاردة هنتكلم في اول اتنين. اللي هما الفيزلز واليوشب دي تيو. المرة الجاية هيبقى الميركري بارومتر والمانومتر. اوكي طيب. لو نزلت تحت معايا كده في بيتش سيفنتي فور هتلاقي شكل اللي قلنا عليه. اساسا الحصة اللي فاتت اللي هو انا سيلندرز او ديفرنت جيومتريك شيب او ديفرنت اريا. ديفرنت اريا مختلفين في الاريا. الاريا مش ايكوال. ولكن ليهم كلهم نفس الليكويد. فانا منزل الليكويد واحد ليهم هم الاربع. فلو جيت حطيت نقطة اسمها ايه هنا ونقطة بي ونقطة سي ونقطة دي. وجيت سألتك على البرجر لو جينا سألنا كده بس مالا. هل البرجر هايختلف ليه? ليه هايختلف? عشان الاريا مش مش هياها اياها. اه. يعني لو كانوا نفس نفس الشكل نفس الاريا كانتوا بقى زي بعض. تمام طيب اه انت رأيك ايه حنين في الكلام ده? الكلام نفسح? اهي بقى البرجر كلهم زي بعض? اهي بقى البرجر ايكوال كده احنا احترنا واحد بيقول لي لأ اهي واحد بيقول لي اهو طب اكدي عليهم ايه ناس بقى. هالبرجر ايكوال اكيد? انا فكر ان حدفتك التقايل حاجة الحصة اللي فاتت من الاريا تقريبا. بيبقاش ليها تأثير. ايوه? غير لما الاريا يختلف حاجة كده. راضي عليك صح? ايه ناس حسمت الموضوع فعلا هنا يا بسملة الاريا مش هتغير معايا في حاجة. ليه? لاني هم كلهم نفس الليكويد تعالي نرجع كده للرول البرجر ايكوال رو جي اتش. طب الرو ما هي الليكويد اللي عند ايه? هو نفس الليكويد اللي عند بيه هو نفس الليكويد اللي عند سيه هو نفس الليكويد اللي عند ديه. يبقى الديس مش هتتغير. والجرافتي كده كده ما بتتغيرش الا لو غيرنا الكوكب نفسه روحنا نعيش في المبيخ مثلا. فلتبقى الجرافتي مختلفة. الهيط هم كلهم من فوق. كلهم نفس الاتش ده. كلهم. كلهم اهو. يعني دي بنقول عليه ايه? سيم ليفل. سيم ديبس. معناها سيم ليفل. كلهم سيم ليفل. يعني الاتشي كمان كونستن. الله. طمه هيتغير مع مين? يبقى البرجر هيحصله ايه بس مالا. هتغير ازاي? انت معايا? ايوة بس انا كنت بحل في المسائل كانت اوقات بتتغير. ايوة بتتغير امتى? زي ما قالت انس كده? لو الاريا تتغير ازاي? يعني انا بقارن ما بين. نقطتين بس مش على نفس الليفل. مش على نفس الهيط. يعني مسلا. زي ما قلت كده الحصة لفهم. ده كده تيوب. تيوب دي. لها اريا معينة. الليكود ماليان لحد هنا مسلا. اوكي? طيب. جبت انا تيوب اكبر شوية. وعايز افض التيوب دي في التيوب دي. هنا الاريا مختلفة صح? هو انا هنا بقارن. هو انا هنا بقارن على نفس الليفل. لو انت لو ماليتش شوية دول. لو انت فضيتش شوية دولة بص يتملوا الحد فين لحد هنا بس. هيبقى في هايت اقل. هنا الهايت اكبر. لو انا جيت كورنت يا بسمالة النقطة ديت اللي هي اكس والنقطة دي اللي هي واي دول طبعا. ليه لان هما مش سيم ليفل. يعني ده الهايت بتاع اتش اكس. اتش اكس. وده الاتش وواي. مختلفين في الهايت. مع انه نفس الليكود. مع انه نفس الليكود. بس ليه اختلفوا في الهايت? لان الاريا تغيرت هنا. فانا لو فضيت الدف ده. هتلاقي ان الهايت قل شوية. لان الاريا لما تزيد الهايت بيتقل. الهايت والاريا عكس بعض. وهم مش نفس الليفل. فاهمين اللي عنده اعلى بريجر كده. ايكس والله واي. اللي عنده اعلى هايت. البيجر مع الاتش. معي بسمالة. فاهماني? اه 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 اه. وصلت. لكن لما يكونوا كلهم تمام برافو لما يكونوا كلهم سيم ليفل وسيم ليكود. ومتعرضين نفس الجرافتي طبعا. يبقى سيم ليفل وسيم ليكود وسيم جرافتي يبقوا سيم بريجر على طول. انا مغمض. يبقى احنا عندنا ثلاث سماسم هنا. اه. ايه? حالة ان انا غيرت الكنتينر او او ايوة غيرت الكنتينر خالص. يقول ليه حاجة ويقول ليه الاف تهاب عفا اي كده. برافو عليك بالزبط زي ما حصل في الهوم وفي كده. ان انا غيرت اصلا الليفل بتاعي. ما بقيتش على نفس الليفل. والسي اكس مختلفة عنواع. فده معنا ان دي في اريا ودي في اريا تانية مختلفة. لكن انا هنا براغم ان انا عندي ديفرنت اريا. ولكن كلهم على سيم ليفل انا بكاري النقط على نفس الليفل. لكن انا مقولتلكيش النقطة دي ايه? لقيتها بالنقطة دي. لا طبعا مختلفة. لان الهايت اللي هنا غير اللي هنا. يعني بص لو قرنت النقطة بي دي. نقطة بي ديت. الهايت هنا مختلف. عن النقطة بي تاني. بص الهايت هنا اكبر شوية. فالبرشرة هيختلف طبعا عشان مش على نفس الليفل. فهنا الاريا هتتحكم في يا بقى. الاريا غيرت الهايت. تفاهماني? اوه طبعا. يبقى تاني يبقى لو احنا عندنا. تلات سماسم كده نكتبهم نكتبهم تحت الصورة دي. سيم ليفل. سيم ليكويد. سيم جرافيتي. يبقى سيم ليفل يعني الاتش اكوال. الاتش كونستان. سيم ليكويد يعني الرو هي اللي كونستان. اللي هي. سيم جرافيتي ايج جي كونستان. وكده كده هتفضل سابتة في كل المسائل. اللي بيتغير معاك الاتش او الرو. لو الاتش او الرو سابتين يبقى ده معناه على طول نستانتج من كده. ان البرجر هو كمان كونستانت مش هتغير. for all the points at the same level. بس. طيب. فمن اللي احنا قلناه ده نقدر نحل. المسألة اللي جاي. لو جينا سألنا كده. حنين. بيقولك بعزة ابزك فيجر شو. انامبر. اوف كوننكتد فيزلز. زي متشايفة كده. زي تكون تين اويل دانستي. شايلين نفس الاويل دانستي. زين زاريشيو. اهم حاجة في المسائل. ان احنا نشوف النقطة اللي عايز يدرس عندها. زين زاريشيو بتوين. زي بريجر اوف اويل. اتوو points. اكس اندواي. بس اكس. اهي. بس اهي. هل دول سيم ليفل يا حنين. هل دول نفس الليفل. لا. تبس اكس كده. لا برافو يبقى ليهم نفس البريجر لا لا برافو عليك احنا اولا كده مستحيل يبقوا ايكوا مين اكبر طيب غير ما نحسب مين اكبر اكس ولا واي اكس اكبر ايه لا سوري واي ايوة لان واي تحت اكس ايوة في العمك يعني تمام كده طيب اكيد بريجر واي اعلى طيب انت بتقول لي بي اكس على بي واي يبقى انت عايز رقم منيенных وان انا بقسم صغير على كبير ليس وان يبقى اكيد ولا بي ولا سي لان بي رقم كبير على صغير وسي نفس الفك يبقى اكيد لا واي لا دي تمام طيب هنا ايه اللي تغير يا حنيين في ايه اللي تغير ايه اللي تغير اللي تغير في القنون ده بص دايما في بالك القنون ده رو جي اتش. ايه اللي تغير هنا? الرو ولا جي ولا الاتش? الاتش. برافو. الرو سابتة وجي سابتة عند عند التو بوينتز تمام. يبقى احنا لو عناعمل اكس على واي هيبقى كم على كم? البي اكس بتاع اتش بتاع اكس. من السورفس لحد اكس. تن اوفر تو? لا. كده غلط. تانية واحدة. تن اوفر كم من فوق لحد واي? ايوا كده. بس احنا هتحولهم ولا هيفضلوا زي ما هو بقى? ولا يفرق معايا ده ريشيو. هما الاتنين سنتي اصلا. مش هما الاتنين سنتي? اه. خلاص. يبقى نفس اليونت. لكن لو واحدة سنتي وتبقى قوة تانية متر. لأ لازم نحول الاتنين نفس اليونت. وطالما طلب مني ريشيو مش لازم احول لميتر اصلا. طالما نفس اليونت خلاص. فهديها تطلع صح. هنا بقى طب انا ليه جماعة الهايت هنا? ليه ما اخدتش التو بس? علشان هما كلهم نفس اليونت. انا ما مجمعش الهايت لو يعني مثلا لو في مسألة تانية. اللي فوق ده مختلف عن اللي تحت. الليكود البلاحمر ده مختلف. فساعت هاخد التن بس. واخد التول وحيبقى تن عالتول. مش بس بقى كده. ده انا هقول بي واي دي بتساوي ايه? هيبقى الرو مسلا بالاصفر ده اللي هو قوي المسلا جي والاتش هنا تو بلاس. ازود عليها الرو بتاع الليكود اللي فوقيه. مسلا اعتبره مية. في جي اتش المية بتاني. ان انا كده جمعت كل هايت كل الليكود بالهايت بتاعه. لكن طالما كلهم نفس الهايت كان نفس الليكود سوري. يبقى هجمع الهايت عادي. تمام الكلام ده في مشكلة? طيب حلو او. تعالوا كده قبل ما نكمل بس. تعالوا نروح للهومورك كده. اول سؤال. اول سؤال. ونسأل برضو. اناس. اول سؤال في الهومور. يقولك هنا برضو دول كونيكتد فيزلز ذات كنتين ليكود بوينت واي. عند بوينت واي البريجر بي. البي واي بي بي. تعايز البريجر عند بوينت اكس. اسألك نفس السؤال تاني هل اكس وواي نفس الليفل? لا. يبقى ليهم نفس البريجر ولا مختلفين? لا مختلفين. حلو اول. عايزين نجيب بي اكس بقى. طبعا في بالنا برضو الرول ده. رو جي اتش. ايه اللي تغير هنا يا ناس? الرو اللي اشجولة الاتش? الاتش. حلو. فين بقى الاتش اكس? زيرو بوينت اه سيكس اتش. لا ثري اوفر فايف? غالب. لما نيجي نجيب الاتش الاتش في بالنا يا جماعة عشان فاطري. الاتش دي هي العم. والعم كده بقيسه من اين? يعني انت دلوقتي هتختص في المية. هتيس عمكك من السطح بتاع المية. من سيرفيس افور. او او. يبقى اعتبر نفسك هنا عند نقطة اكس. يبقى هتيس من فوق لحد اكس. هو ده الدبس. ده كده الاتش اكس. طب و الاتش واي من فوق لحد واي هو من دهاني اصلا. باتش. ده الاتش واي. طب انا عايز اجيب بقى اتش اكس اجيبه ازاي? انا معايا اتش واي باتش. دي كلها اتش. والحتة دي بس سري على فايف. يعني انا انا اقصت ايوة. اتش تو على تو على فايف سوري. تو على فايف. تو على فايف اتش. ده كده اتش اكس. طب عايزيني يجيب البرشور اكس بقى. اللي بيضغط على نقطة اكس من فوق. ثانية. نقطة اكس دي اللي بيضغط عليه من فوق. اللي فقيها. يعني ايه اللي فقيها? اللي هاتبقى الاتموسفير والبرشور بتاع الووتر. بالزبط كده. بالزبط. اه. بريشر الووتر اللي هو رو في الجي في الاتش اللي احنا جبناها. اللي هي اتنين على خمسة اتش. صح? ام. طيب. وبرشور نقطة واي. اللي بتغط عليها من فوق. اللي هي بتسوي بي. الاتموسفير برشور برضو. صح? تمام. يبقى رو برضو. الاتش كلها الاتش. طب دلوقت انا عرفت ان البي بتسوي رو جي اتش. والبي احنا ما حسبناش الاتموسفير عشان هو يعني مش مدي هلنا? على الاتنين. لا لا مش عشان مش مدي هلنا هو احنا ممكن نحطه بس هو موجود في الاتنين مش فارق. او. يعني ممكن نشيله من الاتموسفير. طالما هنا في اتموسفير وهنا في اتموسفير. في كل تيوب في اتموسفير. فكلهم اتموسفير. فمش لازم اقضوا معرفة الاتوار مش هغار في المسألة في حاجة. طبعا. فهنا اللي هنلاحظوا ان البي بتسوي رو جي اتش. والبي اكس بتسوي تو على فايف من الرو جي اتش. مش الرو جي اتش هي البي? اه. يبقى ده معناه ان الاجابة ايه? تو على فايف بي. برافا. وصلت? وصل الكونسيبت ده ان انا النقطتين. مش على نفس الليفل يبقى دفرمت برشل علامة. وبقيس ازاي من السيرفس لحد النقطة. مش من تحت الفوق. من تحت الفوق امتى? لو قل لي التو. لو قل لي في السؤال التو. بقيس من تحت الفوق. لكن طول ما هو بيقول لي اتش او دبث. والقانون ده خلي بالك. اللي هو البرشور رو جي اتش ده. القانون ده هو الدبس مش الالتو. يعني انا بقيس من فوق لتحت. مش من تحت الفوق. من السيرفس. لحد المقطة نفسها. اوكي? طيب. كده الحتة دي اول حتة انتحت. بنيرجع تاني. وبرضو انا الكلام ده برضو عامله لكم في السامري. اهو. ده الورا اللي لسه هبعته. يبقى احنا في خلاص عرفنا ان هم لو كانوا على سيم بوينت سيم ليفل يبقوا سيم بريجر. ات اول بوينتس سيم هوليزونتال ليفل انستاتيك هموجينيس ليكود. يعني نفس الليكود السابت اللي ما بتقرقش. يبقى ليهم كلهم سيم بريجر. تمام? نروح بقى للتجربة التانية او الابليكيشن التاني اليو شابد تيوب. ومن اسمها كده هي تيوب على شكل يو. على شكل حرف اليو. وهنملة من هنا نفس الليكود. يعني مثلا هننزل من هنا. ليكود معين. ايا كان ايه هو ووتر اويل اين كان. فالليكود لما نزله من التيوب دي هيروح رايح للتيوب التانية. لحد بس نستنى دقيقة كده ولا حاجة لحد ما يساوي بعض. لحد ما هيبقوا على نفس الليفل. فساعتها لو خدت النقطة دي ايه والنقطة دي بيه دول كده سيم ليفل. وهما اللي اتنين موجودين في المية سيم ليكود. فلو جيت قصة البرشور هنا والبرشور هنا هتلاقيه سيم بريشور. خلاص. يعني برضو نفس الفكرة. لو هم كانوا على سيم ليفل. يبقى ليهم نفس الهيط اهو. الهيط هنا واحد. الاتش بتاع ايه? قد الاتش بتاع بيه. وهما نفس الليكود اللي هو الوطر. ونفس الجرافتي يبقى بي ايه قد بي بي. يبقى هي نفس الفكرة برضو بتتحقق هنا في بس الشكل اتغير بس. فاللي بقى لكم ان دي مختاق اه اه سيم كروس سيكشن اريا. سيم اريا. يعني الاريا اللي هنا قد الاريا اللي هنا. عشان تختلف معنا كمان شوية. يبقى بريجر ات اول ونسم هوريزونتا. طب ايه فايدة بقى ليو شاب دي تيوب دي. بنعمل بها تلات حاجات. اول حاجة. من ديترماين الدينيسي اوف ليكود باي نونج زا دينيسي اوف اناثر ليكود. زا دونت ميكس توجيجر. يعني الفكرة كلها ان انا لو عندي اتنين ليكود هنا. هنا دلوقت انا شايف ليكود واحد. لو انا حطيت ليكود تاني. اقدر اجيب بتاعت الليكود التاني بمعرفة الاولاني. يعني اكون بس عارف بتاع الاولاني. عشان اقدر اجيب التاني يواريكو ازاي. تاني حاجة بنعمل ما بين الدينيسي اه يعني ممكن نعمل بتاعته. واخر حاجة بنجيب حاجة اسمها اللي احنا اخدناها في اول حصة خاصة. طيب. لو رجعنا للدرسة تاني. عشان ناخد اجزامبلز على الكلام ده. ادي اللي يوشيب دي تيوبة هي سيم ليكود. مستر او احنا النهاردة هنخلص على الساعة كده. يعني كمان ساعة وربع كده ساعة ونصف كتير يعني مسلا على الساعة تنين. اتنين ونصف. تمام. تمام? طيب. تعالوا كده نركز في الصورتين اللي تحت بعض جديد. اللي بقى لكم بقى عشان برضو المسائل محتاجة تخيل. السورة الاولانية انا دلوقتي هتكلم عليها بانها كيس وان. دي الحالة الاولى. ان انا كان عندي ماية بس. ووتر. وعن ناحية اللي حطتت ووتر من هنا او من هنا. مش فرقة. المهم ان الووتر راح اتل ناحية التانية. فبقى عندي على سيم وسيم جرافتي. يبقى دول سيم بريش. ماشي. وجيت انت بقى في الحالة التانية كيس تو. رحت انت حاطت اويل من هنا مسلا. او اي تاني. تعال انت ساميه اويل. بص الاول حصل ايه اول محطته? دهل تحت. يعني هو لشوية الماء اللي كانوا موجودين هنا. راحوا مرايحين الناحية التانية. راحوا مرايحين الناحية التانية. فالهاية اللي قال لي هنا زاد هنا. خدوا بالكم. الليفل الاولاني. اجيبها لكم بطريقة تانية هنا. طيب احنا لو رسمنا الاتنين دول جنب ببعض كده. التو تيوبس قبل وبعض. دي كده اليو شاب. كنت في البداية ما ليها مية. لحد ما وصلوا نفس الليفل كده. طيب. كمان شوية. بعد شوية هي نفس التيوب. هي هي. بس كيس جديدة. راح تحاطي تانية بقى ايه اويل. خلي بالكم ان ده الليفل ده اللي هو الليفل الاولاني. اللي كانت المية عليه. لما حطيت اويل من فوق. فشوية المية اللي كانوا هنا نزلوا لتحت شوية. بقت المية بدايتها من هنا. والشوية اللي نزلوا هم نفس الشوية اللي هيطلعوا فوق السيرفز. يعني شوية اللي نزلوا من هنا هم نفس الشوية اللي هيطلعوا هنا. ده كده بقيت المية. متخيلين اللي انا بقوله ده? الهايط اللي نزل من المية عشان انا حطيت شوية زيت هنا. دي كلها بقت زيت بقى. بقت اويل. اويل اول ما حطيته من هنا فالشوية اللي المية اللي نزلوا من السيرفز ده البداية هي نفس الشوية اللي تلعوا فوق. ده كده هنسميه اتش واحد مسلا ده اتش واحد. هو اتش واحد هنا هو اللي هب. اللي نزل هنا تلع هنا. الحد معطرد على الكلام ده. حد مش فاهم. طيب عظيم. يبقى اللي نزل هنا تلع هنا. ليه مستر اللي نزل هنا تلع هنا? لان هي دول سيم اريا. خط بالك من كلمة سيم اريا دي. انه لو الاريا تغيرت الكلام ده هتغير. الاريا البرانش بتاع الاولاني ده وده الساكند برانش. دول سيم اريا. يبقى سيم اريا. يبقى سيم اريا. يبقى سيم هايت. ليه? لان احنا عارفين ان الاريا لو اتغيرت هي مع الهايت. طب الاريا ثابتة. يبقى الهايت ثابت. علشان كده بنقول اللي نزل من الانترفيس ده. ده فدي بقى اتش واحد هي هي اتش واحد او سميها اتش وخلاص. ممكن نسميها اتش. عايز بس اتأكد الناس فهمة الحتة دي. تمام? سهلة? او تمام. طيب حلو او. طب احنا مطلوب مننا نعمل بقى. عايزين نختار النقطتين. اتشوز تو بوينتز. بريشور. الكنديشن علشان يبقى عندي تو بوينتز اون سيم بريشور. الكنديشن يا اي ناس. هاف سيم بريشور. نهما يبقوا نفس الهايت. ايوا التلات سماس من اللي قلنا عليه. نفس الاريا وآآ. ايوا. مش فكر ايه? لا مش سيم ايريا. سيم ليبل وسيم ليكود يعني. سيم ليكود او. وسيم جرافيتي. هو انا بكتبهم بناء على ايه دول? بناء على القانون بتاع البرشور. انا مش بجود يعني. مش انا لو سببت الرو يبقى سببت الليكود. مش انا لو سببت الاتش يبقى سببت الليفن. ولو سببت الجي. بس هبتت البرشو. صح? تمام? طيب اختاروا لي بقى انه نقاط. انا دلوقتي هديك شوية نقاط كده ونسأل الناس. انا انا هقارن ما بين ال تو تيوبز. هقول هنا مثلا في نقطة اكس. وفي هنا نقطة واي. وفي هنا نقطة زد. وفي هنا نقطة اتش. وفي كمان هنا نقطة بي. نسأل كده الناس برضو. اختار انه نقطتين. بس انا عايز اختار نقطة على التيوب الاولانية ونقطة على التيوب التانية. انه نقطتين ليهم نفس البريجر. انه نقطتين طب ليه قلتي دولي? الاتنين كده نفس الليفل ونفس الليكود الاتنين ووتر. الول? والجداب كده كده سابت. حلو. اه. طب كلامها صح يا بسمالة? ولا فين اتشتين تانيين افضل? اه بس في نقطة اه. اه? نقطة تبقى هنا فوق وهي امعها زد. نقطة تبقى هنا. نقطة دي. اه تبقى فوق زي اللي انا عامناها دي. هتبقى فوق هنا يعني المكان اللي انا عامله ده. هي عندي اتش. هتبقى فوق فوق فوق. هنا? طب ممكن انتش تشاوري عادي اميلي بوينتين يعني. انا عادي بش ايوة والمقرس. ايوة. ايوة. طب هنا من اللي معاها بقى انا عايز نقطة ناحية تانية. اه. ازاي زد على نفس الليفل بتاعدي. هقول لك عشان هوندستي بتاعسهم مختلفة. اه. دووة اصلا. ايوة. فالاويل اخاف. اه. فقديد الاتش بتاعت الاويل عشان يعني تعوض ان الدستي بتاعت الاويل اقل. لازم الهايت بتاع يبقى اعلى. انا انت تفهمها سؤالي. انا انا بقول لك اختاري النقطتين اللي هم نفس البرشور ولفس الليفل. دول مش نفس الليفل يا بس مال. اه ايسا. دول مش نفس الليفل. ان هما الاثنين اه نفس بتاع ده. نفس ايه? اه نفس البرشور. مش نفس الليفل يعني. طب ماشي. هما نفس الليفل مش الاتش اتغيرك? مش هنغير البرشور. لا. مع الدستي متغيرة اصلا. طب والدينيس كمان متغيرة دي كي قلتي هنا اويل وهنا ووتر. نقطة زد دي ميوجودة عند الووتر. صح? اه. طب ازاي? مش كده. المشكلة? عند النقطة الزد. والنقطة اللي فوق عند الووتر. هيتهوبة. هيتهوبة. هو اللي انت بتقوليه ده يا معنى ان هما ايقوى للاتموسفير. بس. ده التفسير الوحيد اللي انت قلتي. هما الاتنين بيقصروا بالاتموسفير. بس هنا في مشكلة برضو هنا فيه هايت لنقطة زد. فيه هنا هايت. لكن نقطة ملهاش هايت. الهايت بتاع بزيد. يعني هنا البريجر بتاع زد اكبر من من وان. مش ايقوى. وسهي الفكرة شمالنا يعني الاويل طالع على فوق شوية. والووتر نازل لتا. انت لسه ايلا انت لسه ايلا ان الاويل خفيف. الدينيس بتاعته اقل من الووتر. فلازم الاويل يملأ اكتر من الماء. يعني لازم. يعني لازم. ازاي? نقطتين دول. ازاي? انا اتفق انا اتفق انا اتفق انا اتفق مهم. علشان الشرط الوحيد اللي انا قلتك. علشان يبقى عندي نقطتين. لهم نفس البرجر لازم احقق التلات كلمات دول. من الاخر. بس ما تعودش توجاعي دماغي. انا عايز نقطتين يتطبع عليهم التلاتة كوندشن. زي ما ايه. صح كده. نقطة بي فعلا في المي. ونقطة اكس برضو في الموضوع. ونفس اللي. ونفس الجراوتي. بقى خلاص هي اللي. بس عال فكرة عايز ممكن يبقى اتنين مختلفين. وتوقع نفس البرجر لي. مش شرط. ده الارقام بقى اللي ساعدتنا كده بس. ايما هي الارقام. لأ طب بس ده مش منطق علمي. انا عايزين ايا كانت الارقام كام? احنا بنعمم الموضوع. ايا كانت الارقام. والتو نقطة. التو بوينتز دولة علشان بناء انا عالرولي يا بس مال احنا مش بنتكلمه خلاص. الرولي. انا لو ثبت التلات فاكتورز اللي بيأثروا على البرجر. يبقى خلاص البرجر هيكون ثابت. انا لو ثبت دول. يبقى ما ينفعش اجيب دينستي مختلفة. واقول بقى والله بالصدفة لو الدينستي تلعت نفس الدينستي لو بالرقم يعني ده بالصدفة. يعني هي لو تلعت نفس الرقم بالصدفة. طب ما ده معنى انه هو نفس الليكويد. تفهمني? مش بقى لا مش عالصدفة. لا انا هسبت يعني هسبت خلاص دول خلاص يبقى سيم دينستي. يبقى سيم ليفل. خلاص كده بقى شكرا. فهي فعلا النقطتين اللي عندنا بيو اكس. ما ينفعش مسلا الاتش والواي. مع انهم سيم ليفل. بص الاتش والواي. مش عنافس الليفل. اه نفس الليفل. بس دول ديفرنت الليكويد. الاتش موجود في الووتر والواي موجود في الاويل. طب احنا ممكن نعمل بقى بوينت فوق شوية. اه ممكن نختار اي نقطتين تانية. يعني ممكن تبقى اتش وبوينت فوق اه شوية من الواي. هنا يعني اي نقطة النحية التانية هنا هيبقى اويل. دينستي هتتغير. خلاص يا شوية. بصي. الاتش موجودة فين? رد علي. الاتش فين? مش في المياه. بس بس اقصد ان هما نفس الليفل. اقصد يعني ان هيا ممكن. ما هو ما ينفعش? الليفل اتغير. ما هو لو الليفل اتغير. البرشرة يتغير. مع وش. ماشي. ماشي. احنا الناحية النحية بتاع بيه في مياه ونحية اكس في مياه. هما النقطتين دول الواحدين للأسف. ما فيش غير الاتنين دول. هما الليينفع معهم. ما فيش غير دول. مين كاتب فارس انت بتقول لي ايه? او اكس. بي ماشي انت بتقول لي اكس وبي ماشي. طيب بعد كده الوقت يوصلنا اني بي اكس اكس اقوال او نسميه بقى حرف تاني. ممكن نقول بقى ايه? اكس وي وخلص نسميها وي. ونمسح الواي اللي فوق. بس يعني بتسوي بي وي. نفوق كبير. نعزين نطلع من هنا. اللي اللي بيضغط على نوتة اكس من فوق. نوتة اكس. اللي بيضغط عليه من فوق. هيبقى عندي دي كلها بتاعت الاويل دي كلها. هيبقى اويل جي اتش اتش اويل. دي كلها اتش اويل. من اول السيرفز بتعلوه لحد ده. لحد نقطة اكس. طب ده الكلام ده بيساوي بي واي. البي واي ايه اللي بيضغط عليه من الفوق? من السيرفز لحد نقطة واي هيبقى ده الاتش ووتر. يبقى رو ووتر جي اتش ووتر. الجي هتجرب عالجي. هيتفضل رو اويل اتش اويل. اكوار رو ووتر اتش ووتر. هنعمل ريتش. هيبقى رو اويل. لو وديت الرووتر الناحية التانية. يبقى رو ووتر على رو اويل. رو اويل سوري على الرووتر. اكوار اتش ووتر. هتودي الاتش تحت الاتش. اتش اويل تحت الاتش ووتر. طب فهمنا من كده ايه بقى? من الرشيو دي. ان الاتش مع الاتش. يعني كل لما ده بقى اجابة السؤال بتاعك يا بسمال. هو ليه الاويل فوق وما لك كل ده? كل لما الاتش او الرو تقل كل لما الرو تزيد. كل لما الاتش تزيد. يعني هنا مين خفيف? مين خفيف من التاني. الرو اويل بطمنمية مسلا. الرووتر بالف. يبقى الرو اقل من رووت. يبقى الاتش اويل اكبر من اتش ووتر. عشان كده الاويل ملت تيوب لحد الاخر. ما لها باتش اكبر. الاتش اويل اكبر باتش مياه. عشان كده نقصات تعمل اتش مياه اقل من اتش اويل. وقلنا اللي نزل هنا تلعى هنا. وسلت الحتة دي? اه تمام. تمام? تمام. يبقى دلوقتي عرفنا من الريليشن ديت ان الدينستي مع الهيط. حلو. خلي بالكو انا كل ده انا بشرح لو هما سيم اريا. لو اكوال اريا. تمام? طيب. يبقى على طول ممكن نعوض بالاكوالجن دي. سايفين الريشو ديت. دي ممكن نعوض بها على طول. مش لازم بقى نعمل الاسبات اللي انا سبقته ده. مش لازم نختار النقطتين اللي هما لهم السيم ليفل. لا احنا بس نختار النقطتين. بعد نختار النقطتين. نروح عاملين الريشو على طول. طالما هما في نفس الاريا. بتاعت اليوتيوب. خلاص تعمل. طب نفتكر حاجة تاني. هو رو اويل على رو وتاردي تفكرنا بايه? لما يقول لي على رو المية. مش دي كده الريلاتيف دينستي. ادي قانون تاني. الريلاتيف دينستي بتاعت الايل اهي. ده برضو بيساوي الريلاتيف دينستي في اويل. ان هي بتساوي. ده الريلاتيف دينستي اويل. او الريلاتيف دينستي الليكويد النفس. ايا كان بقى حاجة تانية غير الاويل. فده بقى على بعضه كده القانون واحد. ان روت رو اويل على روتر ايكل ايتش ووتر ايتش اويل هو هو الريلاتيف دينستي بس كلهم حاجة واحدة في حد عنده اي سؤال في كلام ده? اللي عايز ياخد سكرينشوت هي اخد مراحة. طيب. يبقى ده بالنسبة لأول كيس في اليوتيوب. اهو ده الكلام اللي هو اثبتها عندك اهو. رو اويل على روتر يقول ايكلتش وطعتش اويل. وفي الاخر لقينا ان الرو لو اسمت الرو اويل اي دينستي خفيفة هيبقى الهايت بتاعها اكبر من الهايت بتاعنا خيط تانية. هنا الاريا مش فرقة معايا. طيب تعال نحل لي ما اسأل على الكلام ده? دلوقتي هو بيقول لك في ده عندنا اه اه يوشيب دي تيوب. اوف يونيفور مكروس سيكشن اريا. الاريا ايكوال. از بارش يلي فيلد ويز ووتر. اتمالها. يعني اه جزء منها ميا. اوف دينستي الف. ذن اويل. بعد كده مالتها بيه الاويل. اوف دينستي تمنمية. فاحنا بقى بدل ما كل مرة. شوية كنت رسبتلك انا الرسمتين جنب بعض. انت مش محتاج بقى ترسم الرسمتين جنب بعض كل مسألة. لأ مش انت قلتلي two liquids. خلاص انا هتخيل كده. والله اللي عنده دينستي خفيفة. يعني احنا دلوقتي فهمنا. ان الرو اويل اقل. ده تمنمية وده الف. اللي عنده دينستي اخف من التاني يبقى هو الهايت بتاعه اعلى من التاني. فعلى طول ممكن ترسم الرسمة التانية بقى. ان الاويل اعلى من المية. كأننا خلاص عملنا ايه نزلنا شوية مية من هنا وتلعوا الناحية التانية. فالشوية اللي تلعوا هم دول. هم دول الشوية اللي نزلوا الناحية التانية. يعني هم دول الشوية اللي كانوا هنا مسلا. دي تمام? فعلى طول تحط الاويل اطول شوية. علشان بتاعت الاويل اقل. اللي احنا لسه قلين ان الرو عكس. الاتش. بس ترسم على طول الرسمة دي عشان تتخيل. ان هو مش هيرسم لك حاجة. فمديك دلوقتي الرو عويل ومدينا الرو عويل. فبيقول لك. كلمة معناها ايه? معناها ابوف النقطتين التو بوينتس اللي انت هتاخدهم سيم بريشو. معناها ان انا بس اختاري النقطتين وايس من عند النقطتين الهايد بتاعي. هيبقى فايف. ده كده هيعتبر اتش اويل لما نيجي نرسل. قدي النقطتين هم او بي. دول سيم ليفل. وسيم ليكود ان هما اللي تم موجودين في المية. وسيم جرافتي وسيم بريشو. من عند الاو البي من عند السيرفز ده. ده كده اسمه انترفيس سيرفز. ده الليفل انترفيس. هتقيس من فوقي. فايف سنتيمتر ده كده اتش اويل. انا كده معاه اتش اويل. طب هو عايز بقى الاتش ووتر. فهو عايز الحتة الاتش ووتر. فعلى طول طب يا رول والله. على رو ووتر. اكوى الاتش ووتر. على اتش اويل. رايح دماغ. انا بحلها لكم بطريقة اسهل من اللي هو حلها لكم. عشان تنجز. طب الرو اويل والله معايا ات هندرد الرو اوتر الف. الاتش ووتر عايزينها. والاتش اويل فايف سنتيمتر ومش لازم تحول. ليه? لان كلها بالسانتي. الا لو هو بقى جاب هلج بالميتر خلاص بتحول. خلاص على طول. هيطلع معنا. ولازم عشان نتأكد ان انا صح. لازم يبقى اكبر من اتش ووتر. يعني بص اتش اويل بكم بخمسة? بص اتش ووتر تلعب اربعة. تمام. لان الرو اويل اقل من رو ووتر. لازم ندرك كده اللي احنا بنغم. فعلشان ادانستي اقل يبقى لهايط لازم يبقى العكس. في اي سؤال في الكلام ده? سهلة? طيب عظيمة. سؤال بعد كده الجراف اللي تحت ده. نفس الحدوطة برضو تقريبا. بعد كده اويل. هي دي الميزة بقى ايه زي ما انتشاف كده? اللي احنا عملنا في دي كده اللي احنا قارننا ببعض. احنا كده حققنا. اول عندنا. ان احنا عملنا ايه? ان احنا معانا دينستي ووتر ودينستي اويل. فانا ممكن لو معايا واحد اجيب التاني من الريشو اللي احنا قلناها. وممكن كنت اجيب الريلاتف دينستي برضو. لما انا قلتلكو هنشيل الريلاتف دينستي. فانجيب الريلاتف دينستي. فدي من دمن التارجتز او الفانكشنز بتاعت اليو تيو. او اليو شاب ديو. في الجراف ده. يقول لك طب افزا اوبزت فيجر شو زا الريلاشن بتوين الهايط اف اويل اتش اويل. in one arm. and the height of water in another arm. فبيسألك على الريلاتف دينستي اويل. هو لسه ايلي. ما هي رو اويل? على رو ووتر. ايكوال اتش ووتر على اتش اويل. والرو اويل على رو ووتر هي اصلا. تبقى الريلاتف دينستي بتساوي اتش ووتر على اتش اويل. فانا كله عمله هقسم اتش ووتر اختار اي رقم طلعت التاني مثلا. هقسمه على مين? على التولد بوين فايف. هقسم الرقم ده? على الرقم ده. هطلع على الريلاتف دينستي على الرقم. بس. يبقى تان على تولد. بص على اليونت. هنا سانتي وهنا كمان سانتي. يبقى تمام ما تحولش. طالما سيم اه سيم يونت ونفس الرش. وكده كده ملهاش يونت. فطبعا الحزبة دي هتديك تشويس سي. ليه زيرو بوينت اي. مش محتاج هنا تجيب الاسلوب. هو ما سألكش على الاسلوب. يعني هو بصة تلاقي المعاصر حللة بالاسلوب. مش لازم يعني. مش لازم جيه اسلوب وهو قنوع او. في اي سؤال في الكلام ده? حد عنده اي سؤال? طيب حلو جد. حلو بقى دول. مش تحلو يعني برضو احنا مع بعض او. لو جينا سألنا كده. حنين. بيقولك انا حنين انت عندك التلاتة فيجرز. ايدنتيكال يو شيب دي تيوت. ايش كنتين تو ليكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مين عنده اعلى دينستي? ولما تجي تفكري في الدينستي. تفكري في الهيط. لان الدينستي عكس الهيط على طول. تمام? والهيط هناخده من الليفل اف انترفيس. من السيم ليفل. من تو بوينتس ون سيم ليفل. وليلي الترتيب بقى كده. ثانية. تمام. تم هم كده. جميل. هناخد تيوب تيوب. فكري في تيوب تيوب. اختاري نقطتين. ليهم سيم ليفل. سيم ليكويد. سيم جرافيتي. بقى ليهم سيم بريش. ما يشي في تيوب الاولينية مساء. اه. هو عايز بتاع ايه بتاع الليكويد كله نفسه بتاع تلتيوب كلها? بتاع كله اه بتاع كله. ترتيبهم. يا تبقى. يحلي برضو يا جماعة. اه قولي. الاكسة تبقى اكبر من اه واي. ماشي? ماشي. الاكسة اكبر من واي ماشي. عشان تستيبقى اكسة. علشان اديني استيبقى اكس. كبيرة. هو الصوت بيقطع شوية يا حبي. سمعي. انا انا متل اغبطة. حلها يعني? هو المفروض ان احنا هنجيب الليكويد الدينيستي بتاع التو بوينتس? بالزبط احنا مش مش الدينيستي بقى مش انا قلتلك الدينيستي عكس الهايت. او. انا اجيب الهايت الاول. ماشي. اجيب الهايت الاول. فين التو بوينتس الاول اللي في الاولانية. عايزة تعملي هنا اعملي بوينتس هنا اعملي بوينت. راح. على شوري شوري. شوريلي على النقطتي. اللي هي تبقى اللي عن تحت الكي واللي تحت الكي التانية. اوكي نتلقى قصدك النقطة دي والنقطة دي. او. طب ماشي. النقطة ديت. والنقطة. لأ صح. طبعا. سيم ليفل. وسيم ليكويد اللي هو اكس. وسيم جرافت. سيم بريش. ماشي. هنا الاتنين دول. عند ليكويد اكس. ليكويد اكس مش تحت ليكويد كي. ليكويد كي فوق شوية. يبقى اكيد رو اكس اكبر من رو كي. اه. تمام? ده اكيد. طيب بالنسبة للهايت ده كده الهايت كي. وده كده. يبقى الهايت كي. بتاع اكس. اكيد بالزبط هايت كي اكبر من هايت اكس. معنا عشان كده قلتلك فكري بالهايت الاول. فالهايت عكس رو. كده خلصنا من رو اكس وكي. ادي اول تيوب. تاني تيوب. فين النقطتين? اه هم. سيم ليفل. سيم ليكويد واي. لو جيت فكرت في ليكويد كي. ليكويد كي ده الهايت بتاعه. من الانترفيس. من ال. اكبر? لا ازاي بصي بقى. بصي واي. نفسهم. بصي اتش واي قدي اتش كي بالزبط. اه فاتف انا بصي. برافو عليك. طالما الهايت اكوال يبقى الدي نستي اكوال. يبقى رو كي قد رو واي. طب نروح للاخيرة. فين اهم دول اكبر من اه. لا التانية دي اكبر من اي. الزاد اكبر من كي. ازاي? ده اكبر في الهايت. لكن مش اكبر ايوة صحي كده. اكبر من اتش كي. يبقى رو زد لزان رو كي. طب نقارن بقى. يبقى دلوقتي لو لمنا التلاتة مع بعض. رو اكس اكبر رو كي. ورو كي هي هي. رو واي. صح? يبقى رو اكس. اكبر من رو كي. هي 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 ايوة. ايوة. اللي هي سي. بالزبط. طب رو واي ايه علاقتها رو زد. رو واي بص كده اتش واي و اتش زد. بص اتش زد كبيرة ازاي من هنا الهين. اه. بص اتش واي الجزء ده بس. يعني. يعني. رو واي اكبر من رو زد. تمام كده. يبقى رو واي اكبر من رو زدك. بس شكرا اني بقت شوي سي. سهلا? بقت سهلا. فلما يجي يسألني على يبقى اروح انا اعكس السؤال كأنه بيسأل على الهايط على طيب. اروح بس مختار النقطتين واقس من النقطتين الدبس بتاعه او الهايط بتاعه. تمام. ننزل تحت. بس مالا. هنا بيقولك. ايو شاب تيوب كونتينينج ووتر. اند اناثر لك. طيب. اه طبعا ما بيختلطيوش ببعض. دي معناها تيوب كونتين او الهايط تيوب كونتينج ووتر. برو Realm god. او اませ. غاون. وباني. ايو ی حظوم ابتما each meter شونتين. переж煩ي ك Laguna. سيكم تتلك سيتل كونتينج. عندما تغفر الجانب بستم ت� who Doppler. صح. هيت الووتر بقى فين. فين النقطتين الاول? two points فين. one point five it's over it. لأ ثانية. one it's. العكس. اه. ايه one it's over one point five it's. دي له النقطتين يا جماعة. النقطة دي فقيها it's. بيها صح هتنسل اتنين مع بعض. تمام. ده كترة. وحوشي الفيزياء. صح? طيب لو جي عندنا كيس تاني. الكيس ديت فيها تلاتة ليكوتز بقى. مش ليكوت واحد. ومختلفين في طبعا. مسلا هنستطيع مية. واللي هنا مسلا آآ نقول اي حاجة تانية نقول مسلا زينك كابر اي حاجة. وهنا آآ اويل. ممكن نقول هنا ايا كان نوعي هنا ايه? الفكرة هنا عايزين برضو نختار نقطتين. دي هم سيم ليكوت. وسيم جرافتي لهم علشان نطلع بقانون. فبرضو هتلاقي نقطة اكس ونقطة وا. نقطة اكس اللي بيضغط عليه من فوق. سيبك من الاتموسفير بعد دلوقتي. هما الاتنين اوبن للتيوب خلاص الاتموسفير هيكانسل من هنا لهنا. نقطة اكس اللي بيضغط عليها الرو بتاعت المية دي. يعني رو واحد اهو اتش واحد. هو المفروض رو واحد جي اتش واحد. اكول. نقطة وي بيضغط عليها اتنين الليكوت مختلفين. هنا ما ينفعش تجمع خالص. كل الليكوت بالهايت بتاعه. هنمسك الاول اللي هو الليكوت التاني يبقى رو اتنين جي اتش اتنين. بلس الليكوت التالت رو تلاتة جي اتش تلاتة. طبعا الجيهات بقى دي هتتكانسل كلها. عشان كده هو ما كتبش جي. هتعمل ديفايدد باي جي يعني. هتلاقي كلها روح. فهتفضل معك رو واحد اتش واحد. هتصور اتنين اتش اتنين. خلاص. رو تلاتة اتش تلاتة. ده كده انت تقدر تجيب اي رقم بقى طبعا في حالة لو اديك الارقام التانية هيبقى قنون واحد. كده انت قارنت التلاتة ببعض. وطبعا مش محتاجة اسألك مين اللي عنده اعلى اللي عنده اعلى اللي تحت خالص اللي هو رو واحد. وبعدين الرو اتنين اكبر من رو تلاتة. بس كده. مختلاف طبعا. في احنا لو جينا طبعنا على الكلام ده واسأله اقول. اهي اللي بعدها على طول. كل مسائل في الدرس ده مهم. كان فيه قبل كده في دروس قبل كده ما كدناش بنهتم قوي بالسولفت لكن الدرس بتاع النهاردة السولفت زي مهم. هنا بيقول لك يعني الاريا هنا الاريا اللي هنا. واقل لي ايه ده? ايه ده? ايه ده? ايه ده? ايه ده في البعض? ولا اي حاجة عادي ميركري فين تحت خالص? طبعا الميركري الدينس بتاعته اكبر من المية. بيبقى تلاتاشر الف ستمية. اكبر بكسير من المية. فعشان كده بيبقى في القاعة تحت. فهو عايز مني ومديني مية فوق الميركري طبعا. والله انا اختار نقطتين ما ليش دعوة. انا ما ليش دعوة اللي انت بتقوله ايا كان انت عايز ايه? انا اختار الاول نقطتين الاول. اهم نفس الليفل. وسيم اللي هو الميركري. واسميهم واحدة اكس واحدة وي مسلا. ادي بي واي واعد على العب. البي اكس اللي بيضغط عليه من فوق المية. يبقى جي اتش ووتر. في حاجة تاني? لأ. بعد كده ايكوال. البي واي بيضغط عليها الجزء بتاع الميركري ده اللي هو زيرو يبقى رو ميركري رو اتش جي. الاتش جي ده رمز للميرك. ده السيمبل بتاع الميرك. رو اتش جي في الجي في الاتش بتاع الميركري. في عندي كمان اويل. يبقى رو اويل. جي اتش اويل. يا مستر بس هو مش مديني دينستي هو مديني دينستي في ميركري. طب مش دينستي ليكويد. وبارة عن النسي بتاعت الليكويد نفسه على دينستي المية. صح? طب ايه رأيكم كده? ما انا ممكن اللي انا وصلت لها دي? هروح عامل ديفايدت باي رووتر. يعني انا هعمل دي كلها. ديفايدت باي رو مي. علشان يبقى احقق الرول ده. انا عايز اوصل لراتف دينستي. يبقى لو اسمت هنا على رو مي. وهنا على رو مي. وهنا على رو مي. في التلاتة. الرو ووتر هتروح مع الرو ووتر هنا. هيتفضل هنا عندك جي اتش او. اكوال. الرو اتش زي على رو ووتر ده كده الاتنين دول مع بعض. اللي هي على طول نحطها. نحطها واحدة واحدة. الرو اتش او ميركري احيط. في مين? في جي اتش ميرك. كلاس. رو اويل على رو ووتر. ده كده. وهو ده اللي هو عايزه. او عايز. فنقدر كده نعود بقى بالاركام. الجي عندنا آآ كده كده ممكن نكنسلها. الجهات دي كلها ممكن تكنسل. طبعا في جي اتش اويل فبرضو جهات تكنسل. فلما الجي تكنسل تفضل عندي بقى ارقامك بقى قطها عادي. هيبقى اتش ووتر اللي هي تونت سيفن بوينت تو. اقوال الريلتف دينيسي اوف ميركري اللي هي ثورتين بوينت سيكس. في الاتش بتاع الميركري اللي هو زيرو بوينت فايف. الكلام ده بلاس. الريلتف دينيسي اوف اويل اللي احنا عايزينها. في مين? في الاتش اويل اللي هو تونتي فايف بوينت فايف. كده نقدر نجيب الريلتف دينيسي اوف اويل. هي القرنون الوحيد. فهل مفروض هتطلع نمبر بي. طبعا مش محتاجة اقول لكم تحطوه باعك الكوليتور والكلام ده انتو المفروض يعني اقتال في الموضوع ده. انت تحط دي بقى كاملة كده عاد كاسيو. من غير ما تتعب. الفا كالك. نعمل فرتين بوينت سيكس. ملتبلاي الو بوينت فايف. بلاس. الانمون هنا الفا براكت. ملتبلاي. اللي بالكو انا ما حولتش حاجة. عشان كلها صانتي وهو عايز دينيسي ودي من غير يوني. هي طالعة زيرو بوينت ايتي. في اي سؤال في الكلام ده? فاهمين كويس؟ طيب تمام. حلو باعد نحل المسألة دي طيب. نسأل في ناس. نلواتي يوشيب دي تيوب كنتينين ثري داكوز اكس وايزي. عايز الترتيب الصح او او العلاقة الصح او الصح ما بين التلاتة دلوقتي ايه ايه القانون الاول? الاول نختار نقطة فين? الوما دول. يالله اكمل ايه يا ناس بقى. نعمل ايه? دي مسألة اكس واي. مصاد ايه? ايه ست夫اجح. او او ال ا께 του يا اه delicious. it's وهو. احنا ابصي هنقارن الاول بي اكس اقوال بي واي. بي Flagler بيسك ايه بة البريشر بتاع اكس بيتضغط عليها من مين في فوق. الـ X الـ 3H سأعني أحده الـ يبقى الـ X G HX الـ X الـ 3H الـ 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 تمام والـ Z والـ H والـ H بس تمام ايه تاني الـ الـ بقى هتبقى روزد بلس روزد ايوه تمام بلس روزد G والـ 3H 3H برافو عليه طبعا الجيهات زي ما قلنا نكنسلها ملهاش لازم لأن كلهم بيتكرروا G هتفضل هنا سري رو XH اكوال رو YH بلس سري روزد هل ده ما قلت في لا طب نعمل ايه انا اعمل اه سانية المفروض ده انا اعمل اه ايوه رو سانية واحدة ايش احنا مفروضة نعمل لحاجة يعني ليهم كلهم علشان مظبوط ماشي ايه بقى الحاجة دي بصراحة مش مجمعها قوي لان انا قلت نعمل رو X بس ما هي رو X معبودة فوق احنا الهدف بتاعنا ان احنا نبص في الـ الاربعة دول فيهم روهات رو X رو Y رو Z صح؟ دول هيفضلوا موجودين اي يبقى انا عايز تبقى فيها بس الروهات بس طبعا انت ملاحظة ان دي ممكن تت تاني حاجة لو جت بصيت كده على البقية سري رو X اكوال رو Y بعد ما تتكنسلت هل ده موجود؟ لا برضو مش موجود بس لو جت عملت ايوة هتبقى ايه؟ دي دي براو بزبط اللي دي هتبقى رو X لوحدها تبقى هنا وانا على رو Y هتبقى روز فالحاجات اللي زي كده محتاجة ان احنا نرجع للتشويس تاني عشان نشوف هو ايه السيمبل اللي تفضل يعني تماما طب نيجي بقى الاخر كيس ودي برضو كيس مهمة جدا ان لو الارية اتغيرت يا مستر في التو تيوب الارية اتغيرت وعندي كنت من شوية كنت بقول لك ان الاتش اللي هتنزل هي الاتش اللي هتطلع عشان كانت الاريتين ايكول فكانت الارية كونستنت فالهايت هيكون هو كمان كونستنت الكلام ده بقى هتغيرت لان الارية وان ما ازاي اريا تو دول كده دازن ايكول مش قد بعض فما في الحالة دي هنعمل ايه هو من الكبير من الشكل كده بالعين كده اريا تو اكبر من اريا وان طب ما هي الارية انفرس مع الهايت وكمان خلي بالك برد والدينيستي كمان انفرس مع الهايت عشان بس يبقى ده معنى ان اتش تو لزن اتش وان فلو جت بصيت كده عن مسألة دي انا كنت في البداية كان عندي اكس بس اللي اتملأ دي كده كيس وان كانوا سيم ليفل هنا نقطتين زي الفل بعد كده رح تحطت من فوق فاللي نزل هنا اتش واحد في التيوب الرفاية دي اللي هي اي واحد بس ما قدرش اقولي هو اللي تلع هين لا اللي نزل غير اللي تلع هين لان اتش واحد زي ما قلنا اكبر من اتش اتنين فبص اتش اتنين تلعت حاجة بسيطة فاتش واحد لكن في الكس اللي فاتت كنت بقولك الاتش اللي هنا قد الاتش اللي هناك عشان كانوا سيم اريا كانت اريا وان اقوال اريا تو طب ممال في الحالة دي نعمل ايه في الحالة دي هنفهم حاجة واحدة ان الكمية اللي نزلت هي نفس الكمية اللي تلعت الكمية يعني 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 هنا من حاجة تقولي ان المية كانت هنا المية كانت هنا في الجزء ده كمية المية اللي نزلت هنا هي نفس الكمية كلها اللي تلعت هنا سوري هي نفس الكمية اللي تلعت هنا الجزء ده بس. الفوليوم بتاع الحتة دي هو نفس الفوليوم بتاع تيوب رفاعة. الفوليوم بتاع تيوب الكبيرة هو نفس الفوليوم. ليه مستر نفس الفوليوم ازاي يعني? ما هو اصل الفوليوم اكوال اريا في هايت? وانت بتقول لي ان الاريا كبري. فالهايت قال يبقى الفوليوم هيفضل كونستن. الفوليوم يتغير مع مين? ما هو اللي زاد هنا? قال لي هنا. الاتنين دول اتغيروا يبقى الفوليوم سابت. انتم معايا? فمن حق اقول ان الفوليوم في التيوب الاولانية اقوال للفوليوم في التيوب التاني. وفك الفوليوم اريا وان اتش وان اقوال الفوليوم تو اريا تو اتش تو. ومن هنا بقى اطلع لو انا معايا الاريا او درجيب الهايت. طب هو بيسأل على ايه في المسألة دي? بيسأل على بتاع اي الكود من الاتنين. لو انا بتكلم مسلا على بتاع الليكود بتاع المية. فانا هيس النقطتين دول هم اللي هم من تحت الحد فوق. ده كده الهايت بتاع المية. اللي هو عبارة عن اتش واحد زائد اتش اتنين. يعني هنا نهاية الووتر اتش واحد زائد اتش اتنين. طب لو بيتكلم على هاية الليكود. هاية الاول. اللي هو من عند الحد فوق. اتش واحد زائد الاتش تلاتة اللي هو بتاع ووتر واتش بتاع او او اتش ليكود واتش ليكود. يعني احنا في المسألة دي اول حاجة بنعملها بنساوي الفوليوم بالفوليوم. دي اول حاجة. فنقدر نطلع بالاتش واحد قديم من اتش اتنين. وبعد كده نروح نختار ونشوف بقى الهايت من كل نقطة لحد فوق لحد السيرفز او الدبس لحد السيرفز. ونحسابه. بس. سيدي القصة كلها. تعال نطبق الكلام ده في مسائل. بصينا على المسألة دي. هنا بيقول لي. وفي يونيفور ميكروس سيكشن. الفيرتكال. الفيرتكال هايت. ده الهايت بتاع التيوب كلها. فبيقول لي اتملا نصها مية. اتملا نصها مية. خلي بالك هو بيقول لي هنا يونيفور ميكروس سيكشن. لو قال لي يونيفور يبقى الهايت واحد. الهايت مش هيختلف. من التيوب التانية والتيوب الاورنية. والفوليوم هيبقي كوال برضه. مش هيتغير. يعني هنا اتش واحد قدي اتش اتنين. مفيش اختلاف. اكتب عليها كده. اتش اللي ينزل هنا تلع هنا. ده اللي انا بقوله من شوية. اتمليت نصها مية. بعد كده حطيت اويل. لحد ما الاول اتمل على الاخر في الارم التاني. افزا دينيستي اف اويل سبعمائة خمسين. ودينستي الووتر الف. عايز مني الهيط اف اويل والبي. فطبعا المسألة داية رسمتها اهي قبل وبعد اهي. التيوب كلها كانت كام كانت خمسين. في البداية انا ماليت نصها. هو ايه اللي في البداية انت ماليت نصها مية. بعد كده حطيت اويل من اي ارم من الاتنين. والتو ارمز دول اي اريا. اريا وان اي اريا تو. يبقى مش هنطبق حتة الفوليوم اللي قلنا عليها. مش هنحتاجها في حاجة. فده معناه ان الاتش اللي نزل هنا هو نفس الاتش اللي تلع. مش هتغير بص اهو اتش 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 اتش. ما تغيرتش الهايط. ما تغيرش الهايط لان الاريا ايكوال. فكده على طول يطبق بقى ايه? ان احنا نختار نقطتين على طول سيم ليفل. دي سهلة. ادي نقطة دي والنقطة دي. نقطة اكس نقطة واي. هو عملها على طول. نقطة اكس فوقيها. والجي. والاتش اويل بقى هو الاتش زائد الحتة دي. طب دي بكام الجزء دوة? اللي هو بقيت. لان دي كلها خمسين. يبقيتش بلاس تونتي فايل. يبقى سمعمائة خمسين. في تونتي فايل بلاس اتش. والناحية التانية نقطة التانية فيه بقى. بس هنا بتاعت المية اتش بلاس اتش ما الاتش اللي هنا هو الاتش اللي هنا. وزودت عليه اتش كمان عشان اللي نزلته هو اللي طلعته. يبقى هنا اتنين اتش. يبقى اتنين اتش في مية. كده القرنون الوحيد هو الاتش. هنقدر نجيبه. طب هو طالب مني ايه? هو طالب مني اتش اويل. ما هو اتش اويل هو اتش يزود عليها تونتي فايف. يبقى بعد ما تجيب الاتش ففتين يبقى ففتين بلاس تونتي فايف تطلع بالفورتي. بسؤال في المسألة دي. سهلة. طب المسألة بقى اللي فيها بقى الاريا مختلفة هي. هي المسألة اللي باحت دي. هنا بيقول لك برضو فايت سكستي بلايز دي فيرتكل زا كروسيكشن الاريا اوف وان اوف زا دابل زا اوف زا ازا هنا الاريا مختلفة. على طول كده بديهيا الاريا بتاعت واحد دابل التاني يعني ممكن نقول اريا وان دابل اريا تو يبقى اتش وان نص اتش تو. لان الاريا زي ما قلنا عكس الهايت. طب هو انا اللي انا عملته ده كاني عملت ايه? كاني سويت الفوليوم بالفوليوم. فطلعت الاتش قدني الاتش على طول مرة واحدة. لان هما مع بعض. كاني سويت في وان بفي تو فتلعت اتش وان نص اتش تو. يبقى كده الاتش مش قد الاتش. اللي نزل منزل اللي تلع. في البداية الستين دول ما لنا نصهم يعني ما لنا تلاتين منهم بس. زين اويل ديني ستة مية وبعدين حطناه في النارو تيوب في النارو ارن. يعني الاريا الرفيعة حطنا فيها اويل. جاي نسميها. ممكن نسمي دي اريا وان وممكن نعكس الرموز يعني عادي. الاريا الرفيعة هي اريا وان. لحاجة نوصل للتوب برضو. بعد كده حطينا الووتر راحت الناحية التانية. فبيسألك بقى لهايتو في ووتر بكام. الاتش ووتر بكام. طيب اهو كي اننا طبقنا هادي الرسمة ايه? هو راح مسمي واحدة ايه والتانية تو ايه? انت ممكن تسمي واحدة ايه وان والتانية اي تو مش فارق. في البداية خالص مالينا نص التيوب دي مية. فمالينا لحد تلاتين بس. بعد كده حطينا في النار واند حطينا اويل. هو لازم يحدد لك. انا حطيت في انهي تيوب حطيت الاويل. فانا حطيت في التيوب الصغيرة اللي هي الاريا بتاعتها ايه? فاللي نزل هنا اتش وان بس من ازاي اللي تلع اتش تو اقل من اتش وان دي ما قلنا كده اتش تو نص اتش وان علشان الاريا مختلفة. لاني اريا تو دابل اريا وان. فكأنك عملت الفوليوم بس الجزء اللي انا بقول عليه ده اهو. هو عندك في الانسر. هو عمل ايه سوى الفوليوم بالفوليوم. في وان اقوال في تو. الكمية اللي نزلت هي نفس الكمية لتلاتة. طيب ماشي. فجبت كده علاقة كده. يبقيتش اتنين نص اتش واحد. نختار مع نقطتين. ادي نقطة ونقطة. نقطة اكس نقطة واي. الدرس كله كده. نقطة اكس. اللي هو المفروض الاتش اويل. الاتش اويل من هنا لحد تحت. الاتش اويل ده عبارة عن ايه? عبارة عن اتش واحد. بلاس السيرتي. ده كله. طب واتش ووتر اتش ووتر اللي هو الجزء ده. لحد بوينت واي. ده اتش ووتر. اتش ووتر دي عبارة عن اتش واحد زائد اتش اتنين. طب انت لسه قال ان اتش اتنين نص اتش واحد. يبقى اتش ووتر هي اتش واحد زائد اتش واحد. شلت اتش اتنين حرطة نص. يعني واحد زائد نص يعني واحد ونص. اتش ووتر وان بوينت فايف اتش واحد. هو ده اللي هو ايه عمله عندك. تمام كده? هو بقى عايز الاتش ووتر. فانا لو جبت الاتش واحد خلاص. هقدر اجيب. هقدر في واحد ونص جبت اتش ووتر. طب اجيب ازاي اتش واحد اه هاجيب بقى دول بي اكس اكوال بي واي. واشوف اللي مسيطر عليه. البي اكس مسيطر عليها الاويل من فوق. ايبقى الستمية. الرو بتاعت الاويل ستمية. والهايت قلنا بتاع الاويل اتش واحد زائد تلاتين. او اتش واحد زائد التلاتين. نفس الكلام الناحية التانية في الرووتر هيبقى الف واحد ونص اتش واحد. ده هي بتاعت الماية. هنجيب من هنا اتش واحد. هتليه جابها في الصفحة التانية. فتلعت اتش واحد بعشرين. اضرب واحد ونص جبت اتش ماية التلاتين. الموضوع سهل ولا صعب? في اي مش كيف كلام ده? حاسين بصعوبة? حاسين جدا. ايه? حاسين جدا. حاسين جدا. ليه كده? عشان اول مرة تسمعي. يعملو كده يعني ما نعمل تيوب معدول من البداية ومن خلاصة. الاستفادة ايه. ما هو اصل ايه? الاستفادة ان انا بكرين اتنين ببعض بس. بكرين اتنين ببعض بس. بكرين اتنين ببعض. ده زي ما انتم شفت كده. ايه? يبدو بزي تسلع فعلا. اه اه ده حقيقي ده. ده ده ان شاء الله هدسة. ده هيبقى اه يعني يعتبر طول اداة معاك عشان تقيس البريشر او لو انت مش عارفة بتاعت يعني مسلا. انا حطيت زيت هنا. وهنا مية. انا انا عارف ان ان واخدين الكلام ده ان اصلا مع صح? ايه. فكل لما بتمرش يا زياد الدينيس بتاعتها بتتغير. وبرضو دينيس بتاعت اي متيريال بتتغير مع الدرجة للقرام. طب انا مش عارف انا دلوقتي حطيت مية. بالف انا واصل انها بالف. بس انا مش عارف بكامل. فانا الحزبة اللي احنا بنعملها دي لو احنا اخدنا نقطتين ديهم نفس الليفل اللي احنا قلنا عليها. هنوصل في الاخر ان رو على رو مية والاتش اه مية على الاتش اويل. اللي هي الكلام اللي احنا عملناه. لو انا عارف الاتشات ما انا اكيد هيقيس الاتشات بالمسطرة. يعني انا انا في المعمل دلوقتي وهقيس بالمسطرة من هنا الهين كام? وهقيس بالمسطرة من هنا الهين كام? دي سهلة. اقدر اجيبها. يبقى انا معي الاتشات. ومعي رول ماي. اقدر اجيب مين? دينيس تل اويل بكامل. صح? طب ليه اعمل واحدة تبقى صغيرة واحدة تبقى جنيلة? معمل هنا علشان مع علشان اشوف الاريا لما اتغيرت اصارت ازاي? على الهيط. الهيط بتاعي. ما اكيد هتأثر بكامل. هي الفكرة في يعني انا هستفد في الكلام ده في هندسة ان شاء الله هيبقى هتستفادي بيفعل اسمه اللي هو ازاي تحسبي حاجات دي تاني نفس اللي احنا قلناه ده هتغديه تاني في الكلام. اه ليه بقى هستفاد بي في ايه? علشان في علمي مسلا في المحطات البترول ومحطات الغاز. الحاجات دي مهمة جدا عشان تحسبي ضغط الغاز او ضغط المية اللي هيدخل في الانبيب. واللي هيدخل في المسلا المية ديت هتغزي منطقة معينة فحتاجة ضغط كامل. بريجر كامل. والدينس بتاعتها تبقى كامل. نفس الكلام لو زيت او بترول. في الطيران برضو. الطيارة نفسها بتحتاج زيت قد ايه او بترول قد ايه وهكذا. حاجات كتير جدا. بس ده بتاعه. انت بتقديدا يعني لسه هتكملي عليه في الكلية. فهمها? الحاجات دي بتتهد لهمها في اول سنتين? لهمها التأسير. لا لا في التخصص. ايه? تخصص في الحاجات دي. مش هتخصص في الحاجات دي. ما انت تتخذي بقى الجنرال. ما ما لهمش دعوة بقى انت تخصص في ايه? لازم تبقى عارفاهم. والله مش هتخصص فيه. معلش معلش. معلش. بجد فهم. واحدة اصغيرة واحدة اكبيرة. اه فعلا كده والله دي حقيقة. حقيقة والله مسألة حقيقة. في كده وفي كده. في الاتنين بقى بعض بالزبط. وفي كده زل انت شاكل انت شايفها ده واحدة كبيرة واحدة صغيرة. علشان يقيسوا زي ما قلت لك هيبقى يعلى او بس. هيفرق معهم الهايد ده في الابليكيشن زي ما قلت لك انت مش تحسي بالكلام ده دلوقتي. لما تخصص في الفيل دي ده. ايه? ايه اصبت. ماشي. طيب تعالوا نحل بقى المسألة دية. فارس انا نفس اسألك بس اه يعني انا عارف ان المايك مش هال بس تقدر تجاوبني شات يعني عادي. يالله يفارس بيقول لك يو شب دي تيوب كونتين اماونت وفوتر. and the level of water surface is lowered down. اتش. the height of water above. the level of انترفيس between two liquids becomes the cam. هي القصة كلها اللي احنا لما حطينا ووتر فروحنا بعد كده حطينا اويل. لما حطينا الاويل في الارم التاني. فالووتر قلب نسبة اتش. قلب الهايد اتش. فاكيد مش هو هو الاتش ده? لأ. ده الاتش تغير لان الاريا تغير. عامل لك هنا اريا ايه وهنا اريا تقدر تقولي على طول مسلا لو انا جيت سميت ده اتش واحد اتش واحد باتش. يبقى اتش اتنين اللي هو الناحية التانية هيبقى بكامل اول. قدي ايه من الاتش واحد? لو اريا اريا واحد زي ما انت شايف كده? اريا اتنين. والاريا عكس الهايد. ايوة. يبقى اتش اتنين طولت اتش واحد. ما. يبقى اتش واحد اكيد. اش ما معك سبعة. كده انا عرفت ده قدي ايه من ده? سوري ده اتش اتنين. ماشي. فعايز منك بقى بتاع المية. بتاع اللي هو لو انت اخدت النقطة دي والنقطة دي. يبقى الهايد هو ده. ده لحد يعني هي الجزء ده. الجزء دوت اللي هو اتش واحد اللي هو اتش. واروح مزود على اتش اتنين. برافو عليك هتبقى دي صح. بتجيب من الاخر انت ايه. برافو. ليه اربعة لتلاتة بقى الناس اللي مش فاهمة. طبعا من هنا الحد فوق الاتش مية هيبقى الاتش واحد زائد اتش اتنين. طب اتش واحد اللي هي اتش. خلاص اتش اتنين اللي هي واحد على تلاتة اتش. بس خلاص بتبقى اربعة على تلاتة اتش. برافو. برافو عليك اتش. تمام. واحد بلاص واحد. كويس. فهنا الاريا شفت يا بسملة هنا الاريا لما اختلف التلهاي تختلف يعني هو ده ده اللي عليك دلوقتي. هو موضوع اه سهل ولزيز بس. هو ده اللي انت بس تغديق في الليفل بتاعك دلوقتي. تانية سانة طبعا ماني? تعلي اكتر من كده انا ما تخش الكلية بان شاء الله. والله عبيته والله. ده صعب ده? اللي احنا عملنا من شوها ده صعب? هسرخم. ليه? الاريا خامل فيه ما الاريا عكس الهايت. خلاص. بصي هم حاكتين بتعمليهم في اي مسألة بسالي. هم حاكتين. اولا الاريا مختلفة. يبقى انا هجيب الهايت في الناحية التانية. زاد بقد ايه? يعني اللي قال لي هنا هسمي اتش واحد. اللي زاد هناك هسمي اتش اتنين. واروح جايب العلاقة اللي ما بينهم على حسب الاريا حصل لها ايه? اتي معايا? اه. يعني هنا الاريا تريبل هنا سري ايه وهنا ايه? فانا فهمت كده ايه? ان اريا واحد تريبل اريا اتنين. صح? ايه. يبقى الاتش اللي عندها. يبقى الهايت اللي عند التيوب الكبيرة. اللي هي واحد. هتساوي هتشقل بالرقم ده. عشان هما من الاتش ايه? من الاتش التاني. اتش اتنين. فكده عرفت. ادي اول حاجة بنعملها. لو الاريا مختلفة. تاني حاجة بناخد نقطتين ليهم نفس ونفس ونشوف كل نقطة عليها ايه من بس كده. وصلت? او خذ. الهمرك كله بتحلي كده. كله بتعليسهم ده. تبقى و بنتي بقى اللي تحت دي. يلا. U-shaped tube. whose two arms has different cross-section او مختلفين في الاريا. contains an amount of water. Then oil is poured continually in its wider arm. المية اصلي الزيت عمال انا اصبه من فوق كتير. كل شوية عمال انا نزل زيت مش هبطل. فطول ما انا عمال اصب زيت من هنا. ايه اللي هتتوقع بايبة. what do you expect to observe while pouring the oil? المية هتطلع من الدي. هتطلع? او. خلي بالك اني تيوب بي دي رفايعة. وتيوب ايه؟ تمام. يعني نختار ايه؟ هتوقعي? لأ. ميش? طب بصي براح احنا دلوقتي مين اللي عنده دي نسي اخاف من التاني? الايل. الايل. فالايل هيبقى فوق والمية تحت. صح كده? ايه. يبقى مش منطق المية تطلع فوق. يعني ما طالما الدي نستي اقل يبقى اكبر من صح ولا ايه? انا بتفكر ان ايه ممكن يعني تقوم جاية. ايو انا انا متخيل معاك ايو. انت تخيلتي ان المية ايه تلعت الناحية التانية هي والدلعت كده وكده صح? ايه. لا. ده يحصل امتى لو العكس? لو المية هي اللي بقى خبتها من فوق. والزيت هو اللي تحت فالزيت هو اللي اتدلت. لاني زيت خفيف. ايه? انا باكب بزيت. انا دلوقتي بقى بحط زيت. اه. الزيت دوت. هيوصل الزيت اصلا هيعدي الايه? ليش? لاني زي ما قلنا الهايد هي الدلدق شوية. وانا عمالة صوبة عمالة صوبة على صوبة. لكن الووتر ممكن توصل لحد هنا ممكن ما توصلش للاخر. يعني هيبقى ستيل برضو في الاعلى من اتشو كده كده. لاني زي ما قلنا الدينسي معكسهم. فهمني? اه. فهم ايه ناس انتوا حانين? فهم ايه ناس? اه. طبعا هي كده طبعا الاجابة ايه? طبعا الاجابة بيه. طبعا حانين? اه. طبعا كده كده يا جماعة يا الفكرة مش الفكرة في مش الفكرة في خيالك انت. طبعا من خيالك اللي انت متخيله ده. الحقيقة هي ها جارت كده? عزي الاويل هي اوبرف لو. ما لسه قايني ما هو هاي بقى اكبر من اتش ووتر ما هو بيقول لي كان هفضل سب اويل افضل بورنج اويل مش هبطل سب اويل. او خلاص هفضل حط اويل. من فاهمني? اه خلاص. فكده كده هوصل لمرحلة ان الاويل هيدل ده مني بس كده كده الزيت مش اختلط بالمية يا يعني فعشان كده الزيت فوق والمية تحت. حلو او. نسأل حنين. في المسألة دي. نسأل حنين. فعايز. الاول نتخيل الرسمة. هل هو قال لي. لا ما قال ليش. فانا هاعتبرهم. كما ايك وال اي رية. فلاص ايب انا مش هشغل بالي بالغاية اللي نزل هو هو اللي طلع خلاص. ايه القرون اللي نشتغل بي دلوقتي يا حين. الرو او في الرو ووتر اقوال اتش ووتر على اتش اويل? اتش ووتر هو ده. اتش ووتر على اتش ووتر. بس كم. طبعا كان بيساوي ريليتف ده نستيبر. تمام. بس الرو اويل ات سبن فايف على الرو ووتر تن باور ثري اقوال اتش ووتر عايزين ها على اتش. طول ما احنا عندنا ويز سيم اريا. فنشتغل بالرو ده على طول. راح دماغة. فهي الاجابة تطلع ايد بوينت سبن فايف. برافو هاني. شكرا. اللي بعده. نمبر ثري. اناس. زو بزي تفيجر شو. تو ليكووز برضو ما اختلطوش في بعض اكس واي. واتش ار اتن اكوليبريم. نيو شاب دي تيوب. سو زر اشو بتوين. زرو اكس على رو اي. هتبقى بسرعة. رو اكس على رو اي. ايق وال اي? ايق قانون هنا. اه اتش واي على اتش اكس. ايو كده. شنو معك سبع. فين النقطتين اللي انا اخدهم? اللي هما الاتنين اللقصات بعض. شاب. تمام. يا الله بقى هاتي الاتشات. يبقى رو اكس على رو اي اكول. الاتش اكس هتبقى تو اتش. ماشي. والاتش واي هتبقى فايف اتش. تغطر. يبقى اكيد فايف اوبر تو. تمام كده. شفتوا الموضوع سهل ازا? هلو. اللي بعض. يا الله يفرس. ان اويل of relative dynasty. دا relative dynasty الويل. 0.8. is poured in one of arms of u-shaped tube. وزي uniform area. اللي uniform area. ذاك كنتين زمان دفع. زن. زهي الدفع. يسأل على الدلتا اتش. between the level of oil and the level of water. الهيط ديفرنس يا خبز. هنجدوه ازاي ده. يقول لك اه. ايز قد ايه من الهيط بتاع الماء. عشان نتخيل السؤال في بالك الرسمة. انا بالوقت عندي relative dynasty oil اتحط مع الماء. الماء تحت والأويل فوق. الماء تحت عبالب الماء تحت اخواتизнесدفكر ان اتحط على تحفر تحت عبالب الماء تحت الوعى الوقت lore الماء تحت اخطيö هنجدوه اعطالق هنجدوه اهتمنا هاي اه اه دلتا دلتا اتش. وعايز دلتا اتش ده. بتاع آآ الاويل. الاجابة ايه صح? برافو عليك. عايز يا فارس. عشان بس ابينها ليكم. الفكرة كلها هي ان احنا الروع عكس الاتش زي ما انتم عارفين. فنعمل رو اويل على روتر. اقوال اتش ووتا على اتش اويل. هو ده كده كده. يبقى يسوي على طول اقوال اتش ووتر. على اتش اويل. طيب. هو بيقول لك. هو بيقول لك هنا في السؤال ان آآ. هكتب حاجة تانية. ايوة برافو عليك. فايف على فور جدع. ان انت لو جيت عملتك بصمة تبليكيشن. هروح جايب ان الاتش اويل اكوال لو شقلبت الرقم ده هيبقى فايف على فور من الاتش ووتر. فبقى عايز في الهايت. فالدلت اتش. هيبقى على فور من اتش ووتر ناقص الاتش ووتر. هيبقى ربع الاتش ووتر. يعني هي الكسة كلها هو عايز في الهايت اللي ما بين الووتر والاويل عشان بس تتخيلوها هي ادي الرسمة هي بس تتخيلو اكتر. ادي الرسمة بتاعت تيوب. طبعا احنا متفقين ان الاويل دايما فوق. والووتر دايما تحت عشان ادي نستي طبعا. فده ايه ده كده اويل? ده الاويل بتاعنا وده الووتر. كان لي ده اويل. والتانية ماي. وعايز فرق الهايت. فانا بعد ما اخدت النقطتين دول اللي هم سيم ليبل. وبعد ما جبت. ثانية واحدة. بعد ما جبت الاتش اووتر. اللي نزل هنا طلع هنا. ده كده الاتش ووتر. وده كده الاتش اويل. فعرفت كده ان الاتش اويل خمسة على اربعة من الاتش اويل. الاتش اويل حتى فين بقى الديفرنس الديفرنس اوه. او ده السعاد. ده كده ادلت اتش. ده الديفرنس في الليفل. فانت بعد ما تجيب الاتش اويل. ومعاك الاتش اووتر هتعمل ده ماينس ده. هتعمل الطويل الاوي ده اللي هو الاتش اويل كبير ونسل صغير. فهمتو يا جماعة? فعلشان كده الاتش اويل تلعب. مينس الاتش اووتر عشان يجيب لي الحتة دي. نازم نتخيلها بالرسمة. في حد مش فاهم ده اي سؤال في الكلام ده؟ طيب تمام. نبص على السؤال ده كده بسرعة قالك ايوشي بي تيوب. قولك حتى بعد ما حطيت برضو. زيت. ففرق في الووتر بناينتين. يعني ده معناني دي الاتش ووتر على طول بناينتين. دينزا اويل دينستي. عايز منك الاويل اه سوري اويل دينستي عايز مني بتاع الاويل. فهو قانون برضو واضح رو اويل على رو ووتر ما فيش غيره. على اويل. ورول اويل 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 اللي هو ناينتين. ايه بس الجملة دي كلها انك تفهم منها ان ده الاتش هو. فرق. الهيط في الووتر. على الاتش اويل كروسمة تبليكيشن. هتروح طالع معانا نمبر دي. طيب بس ما السؤال اللي بعد هو نمبر سكس بيقولي انا مونت وفوتر دينستي. ده كده رووتر بألف. بورد. دي معناها ان انت تختاري نقطتين لهم نفس فعايز منك نعمل ايه? نعمل ايه بس مالك? مم. بين النقطتين الاول. اولا. ايش هما سيم اريا. دي بندورة عن نقطتين علاقين. هناش دعوها بالغاية. المقطة اللي هي عند. هنا. صح? ايوة شرط. بالزبخ كده. هنقول مثلا عن دي اكس ودي واي مثلا. نجبها بقا طيب. دينستي الووطر? لا صحيح دينستي الووطر امو? بالزبت. بالزبت كده. دينستي الووطر الف امو امو. اتش وتر. بقيم فين ال اتش اووي? انا رضت. ايوة سبنتين برافو عليك. سبنتين بوينت فاو. نعمل ايه? نعمل التونتي موينس التو بوينت فاو. ايه. بس كده. صح. على الاتش او اللي هي التوينتي طبعا كلها. كروس انتبليكي شوف. الوضوع اه بالقوي. فهتطلع اه. دي هتطلع بي. ايت سيفن فاو. دي الرو اويل. ماشي. يا ناس. عايزين الرو ايه على رو بي? رو لكو ايه على رو لكو بي? ماشي. 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 زانية واحد. هتبقى هالف? هتبقى ايه? لا. ماشي هتبقى ايه? طب قوليني انت حطيت ايه على ايه? المفروض رو ايه على رو بي تساوي ايه? رو ايه على رو بي هتبقى اه اتش على تو اتش. الرو ايه? اتش. طب الرو بي تو اتش? او. لا. انت كده انت المفروض تحطي اتش بي على اتش ايه? انت عركستي. او خلاص او خلاص. بس كده? يبقى تو على وان يعني. يعني سي. الاتش عكس الرو. تمام? طيب حنين. مسألة دي فيها تلاتة على طول القانون يبقى ايه? بصوا علشان ترتاحوا في القانون بتاع دي. اولا التيوب اللي فيها الكود واحد نكتبه الواحدة. ايكوال التيوب اللي فيها الكودين نجمعهم مع بعض. نجمع بتاعهم يعني. يلا اللي اقولي يا حنين بقى. بقى القانون ايه على طول دي? تمام بل ايه دي? ام. او. او. الرو بوتر? او بتاع الووتر? ماشي. النقطتين فين طيب? هنا وهنا. او. تمام. مش اللي هو بتاع الووتر ايكوال الروجي اتش بتاع الا الايل بلس الميركري? بلس اويل ايكوال ميركري. او ماشي. مش النقطة اكس ديت فوقيها ووتر وايل. يبقى دول هيجمع مع بعض. طيب. النقطة اي ديت. النقطة اي دي فوقيها بس. عشان كده انا كنت بسهلها عليكي بقولك ايه? التيوب اللي فيها الايكوال واحد بتساوي التيوب اللي فيها بس كده. اوكي. تمام? يبقى هنا رو اتش جي. اتش جي كده كده خطير. يبقى في اتش الميركري اكوال رو ووتر في اتش ووتر بلس رو اويل اتش اويل بس طبعا هو انا عايز عايز اتش جي. هنعوض بقى صح? هي مشكلة? لا هنعوض في كل تبقى. اه. هنعوض في كل يبقى يبقى الرو ووتر الف الاتش ووتر ففتين. ما حدش يجمع بقى الاتشات ها? لان دول مختلفة. ورو اويل ات هندرد ففتي في الاتش اويل توينتي. كده عنونا حيتفعل ان هو اتش. هي اتجاب هي اتجاب. يبقى 2.35 دي. قويس. يلا يا حانين تاني. هنا 2 لكوال برضو اكس وواي. اربوة يو شاب دي تيوب. اكس استو رو. والدينيستي اف لكوال واي رو. الرو اكس بتو رو. الرو واي برو بس. يعني دي نص دي. فبيسألك ده يتحقق في انهي فيجر. ويتشويس ربريزينت زا بوزيشن اف لكوال. يعني ده يحصل في انهي تيوب من دول. هتمسكي فيجر فيجر. اه. هنعمل ايه? نشوف الهايد بتاعهم. برضو عليك يا صح. نشوفو ازاي. لو الدينستي اكبر تبقى الثانية. يبقى الهايد بتاعتها اكبر من بي اكس. تمام. رو اكس ضابل رو واي يبقى اتش اكس نص صح كده? اه. العكس. تمام. مين بقى الفيجر اللي يحقق الكلام ده? بالنظر حتى ممكن تجيبينه. ثانية واحدة. تمام. تبقي. برافو. صح. ان اتش اكس اتش 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 واي تو اتش بس شكرا هو ده نص ده فلسط. احنا خدنا طبعا انه تتنبق. طيب فارس. فاشوف كده تشوز تشوز وشوف مين فيهم اكبر من ون وقل. والباقي طبعا يشوف طبعا باقي بيحل باقي. مح врем sanit بت jul Ter BTS du ده future KemD دير لدت باقي بيحل باقي بإحيد تนนじدوني. احنا خشوف تشوز 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 تنظر joke reveal. ترجمة نانسي قنقر لا هي مش دي لو من حلا هي قل لنا ناس هلت يا وانا بحل لها بس فكرة من البرشير يعني لو احنا جينا قرنا ما بين two points different liquid هيبقى البرشير constant طب انا هي two points اللي تخديم في المسألة يعني مسلا لو خدنا point one وpoint three point one وسري دول لا لا سانيها مايش البرشير في one اكتر من لا اكتر من ولا العكس لا العكس مش الهايت بصي مش دايركت مع الهايت ايو ايو بن اللي عنده دبس اكتر each one اهcially واسج اهم السيرفس asked one اكبر من هذه الايجابة اصلا يبقى اكبر من يبقى لو قسمت على ديني فعلا هو ده اللي هو بيسأل عليه اساسي. لكن ما ينفعش اقول اه. اللي هيتغير في الاتش هيتعوض في لا لا هما في بس هو ما قاليش ان في ما بينهم هو ما ان الدينيستي مثلا دي دابل دي زي المسألة اللي فاتي. انا ما عرفش. اه. لا هو ما جاب ليش بين الاتنين دينيستي ببعض. مش اللي يقل لي هنا يتعوض هنا فده معناه ده برضو نفس رأيي بس مالا في الاول. يبقى ده معناه ان هما نفس لأ. انا ما ينفعش يبصوا يا جماعة. قال ليكم بس كده بغضيني الكلام ده انا قلته قبل كده. انا ما ينفعش اقا اغير اكتر من اتنين فاكتور. ركز كده معايا في الجملة دي تاني. ما ينفعش اغير اكتر من اتنين فاكتور في اي اكويجن. لازم لما غير في اتنين يبقى الباقي ثابت. يعني ايه? يا لو جيت غيرت الهيط الهيط هنا متغير. تمام? الهيط هنا متغير. الهيط هيتغير مع الهيط. هيكون مع الهيط. فانا ما ليش دعو بالباقي. الباقي كونس. والعكس لو انا جده اغير مع الهيط يبقى الباقي ثابت. ما ينفعش بقى الهيط يتغير مع الهيط. لأ لازم اتنين فاكتور بس يتغيروا وباقي الفاكتور. فاهمني? اوه تماما. فهنا الاجابة سي طبعا. فهمت يا فارس? المشكلة? طيب انتم تقدروا كده تنطلقوا. المسائل اللي بعد كده. يعني مسلا المسألة دي هي هي نفس المسألة السولفد اللي احنا حلناها من شوية. ودي برضو. تمام يا فارس. زي الفورد. دي بس فكرتها خلي بالك ان انت عندك اريا. وعندك فوليوم. فما تنساش بس ان الفوليوم اقوى الاريا في اتش. يعني انت معاك الفوليوم هنا. بتوينتي. والاريا بون. تقدر تجي مين? الاتش. فالاتش يطلع بتوينتي. انا جوابتها لكم. بس مش هو دي الاتش اللي هو عايز. ده دي بداية للحل يعني. دي مفتاح الحل. محاديش اختار الاتوينتي دي. لأ. هو عايز حاجة تاني. هو عايز منك اكس. عايز الاكس دي بكام. اما الاتش اللي انا جبتها دي اتش مين? دي بيقول لك هنا ان دي يو شابت. يونيفور سكشن اكوال فوليوم اف ووتر. فانا كده جبت. وين تو اكوال فوليوم اف ووتر ان بيركري اتش اف ويني سنتيمتر كيو. الفوليوم اي اكوال. فانا جبت الاتش داية. الاتش اللي نزلت هي الاتش اللي تلاتة. الاتش اللي انا جبتها. وتكمله بعد كده بقى الحال. يعني اللي انا جبته اللي هي تلاتة. اللي هي من فوق الليفل بس تقدروا تنطلقوا في حلتنا احنا حبا حلوين لنه. يا رب تحلوا يا رب يعني يا رب. يا معنا مش هتحلوا انا ممكن ما اديش الحصة الجاية. عشان بس احنا ايه بقالنا كم حصة بنهزر كده. يعني انا كده هبدأ الحصة بالهومور. وهنعمل تشيك زي كل مرة. لقيت برضو الاسي ما تعملتش ولا الحصة اللي فاتت. خلص هروح عامل شكرا سلام عليكم. وكأننا ما بدقناش اساسي. اتفقنا? علشان دي برضو اسئلة مهمة ما انت بتستهيل في الاسي انت عليك اسي كوتشي. خلاص? في اي سؤال في حسنة النهاردة? لا سوكرا. الشوك اللي يلعب في حد دايس اف اي اس في اي مشكلة? لا تمام. ام هنين? تمام. فارس انية تمام? هلو او. مما حاجة نقفل المادة دي. خلي ده الهدف بتاعك. توفيه ان شاء الله. وبرضو هبعط لكو سامري الدرسة النهاردة لان اقول اتفلكو ده وهبعط لكو برضو اسئلة يا رب بتشوفوها يعني. وانا بعبت اللي فات. فاشتغل اول بقول كده لان الجزء بتاع ده هي كلها على بعضها. فمش عايزين حاجة تقع. حاجة لو قدر لويعت منك. هتصب في الدروس اللي بعدك. هي دي المشكلة. تمام? بس توفيه ان شاء الله. وعمليني في الامتحانات صحيحة. وبرى الانجزام زي ايه? شغالين كويس امتحنتوا فيزيكس ولا لسه? او امتحنت. امتحنت لحد اه حصة النهاردة ولا لقابل كده? لا امتحنت لحد حصة النهاردة ولا لقابل كده? صح. تمام. مابتخديش برضو نسخة من الامجزام صح? ما فيش الكنال دي. نأ خالص. احنا ندرس الحكومة بيروحوا حد بيروح يمتحن للعيال كلها. يعني طالب محيزة. مهزلة. مهزلة. لا انا كنفسي بس تعرفوا تاخدوا قابل. اه طبعا. اكيد طبعا. خير اه خير. المهم انك تمتحن وتستفاد يعني. طب الباقي بيمتحن الناس امتحنتي ولا? اه امتحنت. امتحنت كان صعب ولا كان حلو? لا كان حلو. طبعا. لو عرفت وتجيبوا النسخة من الامتحان ممكن نحلها مع بعض في حصة. مش مشكلة. فايدة ليه برضو. اه ممكن ابعتلكو الانصر بتاعتي. طيب حنين امتحنتي ولا? اه امتحنت. كان ايه الاهوار? كان حلو برضو مش رخم انا صعب. كان نفس اللي احنا الافكار اللي احنا بنقولها احنا اصلا بنهضم الدرس كله زي انتو اشفرشين وكده. اصلا الاسئلة من المعاصر من اللي في الهومرك. كمان. ايه الجمال. ده المدرس كان اشتاعب نفسه ماشي. وفارس. تفارس مع انت مع بسمالة صح? انت نفس الامتحان تقليل. اه فارس معي في المدرسة. اه تمام. اخلاص بتوفيه دايما كده ونفوح بيكو دايما كده ان شاء الله. ماشي. اقوم دولو. سامو عليك.